أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمة أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنما الله غفور حليم آيتان عظيمة هيا نوعي التلاوة والأجع للجميع المستمع كالتالي الحرف بعشر حسنات يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عليهم إنما الله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنما الله غفور ونرحين بيان إجمالي لنشارك سويا في فهم هاتين لا يتعين من القائد ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاشى الله المخاطبون من أصحاب رسول الله أهل وقعة بوحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم تقدم أنه أصابهم غم بغم أنزل عليهم غم بغم وعرفنا الغم كرب عظيم يصيب النفس يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا الأمنة كالأمن إلا أن الأمن تكون حال الخوف والأمن مطلق في وقته وفي غير وقت الخوف فسع الأمن بالنعاس يقول طلحة رضي الله عنه والزبير كنا في المعرك لما أنزل الله علينا هذا النعاس يسقط السيف من يديه ثم أتناوله ثم يأخذ النعاس فيسقط السيف من يديه نعاسا والنعاس مقدمة النوم لكن يصاب الجسم بالفتور يذهل العقل قال طائفة منكم وهم الصلحاء الصادقون الموحدون لا المعتابون الشاكون والمنافقون وطائفة أخرى قد أهمتم أنفسهم لا هم لهم إلا النجاح يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هؤلاء منهم ضعاة الإيمان وأكثرهم المنافقون يقولون هل لنا أي ما لنا من الأمر من شيء قل لهم يا رسولنا إن الأمر كله لله ليس لغيره هم يقولون لو كان أما ما نأتي لنقاتل المشركين في هذا الوادي لبقين في مدينة وقاتلنهم وهو رأي ابن أوبي وإن كان الرأي سبقه الرسول إليه لكن هو صرح به ونفت هذا الروح في المنافقين فالذين رجعوا معه رجعوا والذين ما رجعوا هذا النوع منهم قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يا رسول الله ما لا يظهرون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قطناؤنا قال تعالى لرسوله قل لهم لو كنتم في بيوتكم في داخل المدينة لا بعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليصرعوا هناك لأن هذا كتبه الله في كتاب المقالير آزلا أن من مات هذا اليوم يموت هذا اليوم ومن كتب أن يصرع في هذا المكان يصرع فيه فالخروج وعدمه ليس بشيء أبدا فالذين كتب الله مصارعا في حد سوف يخرجون لو بقوا في منازل ما خرجوا للجهاد سوف يصرعون قل لو كنتم في بيوتكم لا بارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليلقوا مصيرهم هناك وليبتلي الله ما في صدوركم لو شاء الله لا أخذ الأصحاب برأي رسول الله وما خرجوا إلى قتال المشركين أتركهم يدخلون المدينة ويقاتلونها بالنساء والأطفال ورجال كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولكن كيف يمحس ويبتلي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم وحسبنا أن ابن أمي عليه العائن الله رجع بثلاثمية من الطريق خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع بثسعمائة ألف إلا مئة ابن أبي أثناء الطريق قبل وصولهم إلى أوحد رجع ابن أبي ومعه ثلاثمائة لما أمر الله بالخروج وكتبهم كيف يظهر هذا النفاق قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم هذا يشمل طائفتين تقدم لنا أن من بني حابثة وبني سلم هموا بالرجوع ولكن الله سلم ما أجب استزلهم الشيطان أراد أن يوطعهم في هذه الزلة ببعض ما كسبوا وأن نسكت عن هذا الذنب الخفير إن قلنا المراد منهم جماعة بني حابثة وبني سلم وإن قلنا هم الذين نزلوا من على الجبل وهم الرماء فالذي كسبوا معصيتهم لرسول الله سلم ونزلوا من اتقاط الغنيمة وأخذ المال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين واضحنا مصحاب الجبل الرمات إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والحمد لله إن الله غفور حليم بشرى لهم الآن مع الشرح قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين التي تلوناهما قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد من أيام فأخبر تعالى في الآية الأولى عن أمور عظام خمسة الأول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين الغم عرفتم سببه ما ننساه أولا الهزيمة وفقد الغنيمة والثاني جراحات رسول الله والإعلان عن وفاة وموت رسول الله هذا الغم أعظم إذن يقول أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين لا أهل الشك والشرك أنزل على أهل اليقين خاصة أنزل عليهم ماذا أمنا كاملا فذهب الخوف عنهم حتى إن أحدهم لا ينام والسيف في يده من يقو على أن ينزل هذا الأمر وهذه النعاسة في المعركة والدماء تسيل ومع هذا ينام أحدهم حتى يستريه مستشفى عاجل للاستراحة والمعركة دعية آمن بالله إن أحدهم لا ينام والسيف في يده فيسقط من يده ثم يتناول قال أبو طلح والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض قال تعالى في بيان هذا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يغشاهم ينزل عليهم ويغطيهم كما الملائكة تغشى حلقة هذه تغطيها والأمر الثاني أن أهل الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمانة فما زال الخوف يقطع قلوبهم والغم يسيط على نفوسهم وهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف ينجون من الموت وهم المعنيون بقوله تعالى وطائفة قد أهمة أمزان والثالث من الأمور العظام أن الله تعالى قد كشف الغطاء عن سرائرهم فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل يجب أن يظن بالله الحق لأن يظن به الباطل ظن الجاهل أهل الجاهل والشرق يظنون بالله ظن السوء أم أهل يقين يظنون بالله ظن الحق والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين أنهم يعتقدون أن الإسلام باطل وأن محمد ليس رسوله وأن المؤمن سيهزمون ويموتون وينتهي الإسلام وما يدعو له ذي الظنون الباطل هذا ظن أبي سفيان والمشركين بل ظن ابن أبي والمنافقين والرابع أن الله تعالى قد كشف سرهم فقال عنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء هذا القول قالوه سرا فيما بينهم ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء ولو كان لنا ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا هذا يقولونهم بينهم قال فأطلعه الله تعالى على سرهم وقال له رد عليهم يا رسول بقولك إن الأمر كله لله ثم ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم فقال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أي يخفون في أنفسهم من الكفر والبغض والعداء لك ولأصحابك ما لا يظهرونه لك وهذا شأن المنافقين وضعاف الإيمان في كل زمان وما كان قال والخامس بدل الرابع والخامس لما تحدث المنافقون في سرهم وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا يريدون لو كان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم إخوانهم في الشرك والكفر ولا قتلوا مع من قتل فيه فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وصرعوا فيها وماتوا لأن ما قدره الله نافذ على كل حال ولا حذر مع القدر ليس معناه أننا نثرك الحذر ونقول القدر ماضي لا الله يقول خذوا حذركم لكن لنعلم أن الله إذا قدر شيء ما يفعل حذر لا حذر مع القدر لا تفهم منها أنه لا حاجة الآن إلى طلب الحذر ما دم القدر نافذ أطلب الحذر واحذر أمرك الله بذلك إحذى من أدوك ولكن ما قدره الله ينفع فيه الحذر لا بد أن يقع من فوائد الحذر أولا تكون نفسك مطمئن تباد غير مرتاب ولا خايف ولا ترتعذ لأن السبب قمت به ثانيا إذا أصابك شيء بعد أن حذرت وأطعت الله ينشيح صدك وتطيب نفسك وترضى بقضاء الله وقدره عليك بخلاف إهمال الحذر أو الاستعداد أو الأخذ بالأسباب فلهذا قررنا مرات ترك الأسباب التي وضعها الله للوصول إلى غاية من الغايات فسق وفزور ورد لأمر الله ورسوله والاعتماد على الأسباب هي الفاعلة شيركم بالله وكفر فعرف هذا يا ابن الله ومعنى هذا خذ بالأسباب التي أمر الله ورسوله تبهت لطاعة تثاب عليها وتعجب أما أن تعتمد على الأسباب تقول قواتنا إرادتنا نفعل بدون الله فهذا شرك وكفر بالله فقول أهل العلم لا حذر مع القدر يعني إذا حذرت ما نفع الحذر لألا كاتب هذه البلية والمصيب ليس معنا هيا نترك الحذر قال قال ولا حذر مع القدر ولا بد أن يتم خروجكم إلى أوحود بتجبير الله تعالى ليبتلي الله أن يمتحن ما في صدوركم ويميز ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه إلا هو يظهر إلى عالم مشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته رسوله والمؤمنون ما كان مكتوما في المدينة من يظهر أظهر الله في أحد فعلمه الرسول والمؤمنون هذا قال وهذا العلم وهذا وهذا لعلم الله تعالى بذات الصدور هذا معنى قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في أحد وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فالعلم الذي كان غيب أظهره لنا وعرفنا المنافق من المؤمن المرقن قال هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم حقيقة واحدة ينبغي أن يعلمها المؤمنون والمؤمنات ما هي وهي أن الذين فروا هربوا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه الزلة وذلك أوقعهم في هذه الزلة وهي توليهم عن القتال تقدم إذ تصعدون ولا تلون على أحد بسبب بعض الذنوب كانت لهم ولذا عفى الله عنهم ولم يواخدهم بهذه الزلة وذلك لأن الله غفور حليم فلذا يمهل عبده حتى يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولو لم يكن حليما لكان يواخد لأول الذنب وأول الزلة فلا يمكن أحد من التوب والنجاء لكن لحلمه ورحمته يمكن عباد يمهلهم حتى يتوب ليتوب عليهم ويغفر لهم هذا معنى قوله تعالى إن الذين تولوا منكم أي عن القتال يوم التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فلم يواقذهم إن الله غفون حليم هذا معنى هاتين الآيتين الكريمتين انتقلنا بهما من القرن الرابعشر أو الخامس عشر الرابعشر وسن الخامس عشر انتقلنا إلى أحد ومع رسول الله ومع أصحابه ومع المؤمنين ومع المنافقين وشاهدنا للأحداث كدنا ننظر إليها كيف تم هذا بفضل الله في كتابه العزيز قال القرآن الكريم الحمد لله يقول هذا المحب ملفاق بين الصدور والقلوب الصد هذا الجوف الذي فيه القلب ففيه أشياء تحوت عوف الصدر كوساوس وهواجث وأخ تتركز في القلب تبهت وما في القلب أصعب كثمانه سهل أما في الصدر يخج على اللسان مو مضبوط جزاك الله خير والآن مع هداية الآيتين هل توجد آية ما تحمل هداية لا والله الهداية الهداية إلى أي شيء إلى الإسعاد والكمال الهداية إلى معرفة الطريق فإذا سلك العاب في الطريق نجا وكمل وسعيد هذا معنى الهداية كل آية في كتاب الله لها هداية والخاص هيا نتأمل أولا إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذي أنزله في قلوبهم ذي كرام ولا لا أنا قلت لكم في أثناء الحرب المعركة دايا ومستشفى للعلاج أنزل عليهم النعاس فهدأت نفوسهم وأوتاحت اجسامهم وكأنهم في المستشفى بل أفضل من يقوى على هذه غير الله والله ما يقدع عليها حد لله هذه طائفة أهل اليقين وإلى أهل الشكل إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان أو بالأمان بالأمن أو بالأمان الذي أنزلوا في قلوبهم ويا عباد الله قد تبتلى في يوم الأيام بما يزلزل أقدامك ويفزعك وينزل الله تعالى لك أمنك هذه فلا تبعي ثاني الهدايات هذه الهداية عافتمها من الآية الأولى وإلى الله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس وقويا أمنة بالسكون أيضا والنعاس كمقدمات النوم هذه الأمنة التي حصل الأمن لكم بها سببها ماذا النعاس قال ثانيا إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم بحرمانهم مما أكرم به أولياء وهم في مكان واحد وهم في مكان واحد مهم في معركة أخرى كلهم في أحد في ذلك الوادي وهم في مكان واحد وهم في مكان واحد وأولياء الله أكرمهم بإنزال النعاس و الأمن والآخرون حرموا قلوب تتمزق من القوف والكرب و الأهم وأهل اليقين نائمون الحمد لله لا بد أن تحصل هذه الكرامات لأولياء الله فيقوا لا يمضي عليك زمان إلا وتحصل لك لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويكرمهم والسؤال معنا ضيوف من منكم أيها الزوار الكرام من يجيب عن سؤال هذا من هم أولياء الله من هم أولياء الله الذين آمنوا الإيمان الصحيح العق وكانوا طول حياتهم يتقون مساخة الله بفعل ما أمر وبترك ما نعى وزجع هم أولياء الله يا أهل الحلقة المباركة أسألكم هل للثالوث الأسود في باب الولاية شيء أليس هم الذين حولوا القرآن إلى الموتى؟ قولوا بنا أليس هم الذين جعلوا السنة قل البراكة؟ لا للتعلم وأخذ الهداية إذن فالولاية فعلوا فيها ما فعله القرآن ممكن أكثر من ستميات سنة من القول التاسع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ست قرون وأنت لو تدخل القاهرة المعزية أو دمشق الشامية أو بغداد ماذا؟ كاراتشي أندونيسيا ماذا؟ تدخل مراكش وتقابل أول شخص أول خرطوم في السودان السلام عليكم وعليكم السلام يا محب أنا جئت من بلاد بعيدة لهذه الدياء أريد أن أزور ولي من أوليائها والله لا يأخذ بيديك إلا إلى قبر ولا يفهم أن في الخرطوم أو القاهرة ولي فالصوب هذه قبل سبعين سنة تقريب فهمتم هذه ولا لا؟ تدخل لأي عاصمة من عواصم العالم الإسلامي وتلقى أول رجل تقول من فضلك أنا غريب الضار أريد أن أزور ولي من أولياء الله في هذه البلاد ما يفهم أن بين الناس ولي لا يأخذ بيدك إلا إلى غريح سيد فولا ماذا تقولون أيها الزوار لقد عاش تادي الأمة قرونا لا تعفوا ولاية الله إلا في الموتى من فعل بهم هذا؟ الثالوث الأسود الثالوث الأسود مكون من أين؟ آل يهود والمجوس والنصاء تعانقوا لإطفاء الله فعاجزوا في الحروب إذن فاحتالوا بالحيل القرآن روح والله لا حياة كاملة بدونه حولوه إلى الموتى في العواصم في البادية لا يعفون القرآن إلا على الموتى فقط السنة للبركة يجتمعون يقرون البخاري أو الموتى للبركة لا لاستنباط لحكام ومعرفة الهداية إذن هالولاية حراموا منها الأحياء لماذا؟ من أجل أن يزني بعضهم بنساء بعض من أجل أن يسب ويشتم بعضهم بعضا من أجل أن يأكل أموال بعضهم والله العظيم اسمع لو كنت تعرف أن هذا السيد ولي الله هل تستطيع أن تسبه تستطيع أن تشتمه تستطيع أن تفكر في الزنا بماءته عرفناهم إذا مر بالولي فالقبر يرتعد فالعدو الثالث لكي يبيح الزنا ورجع الجرائم ولكي يفسد المسلمين قال الولاية محصورة في أهل المقابة سيدي عبدالقادر الجلاني مولايا إدريس آل حيداروس البدوي الجلاني أما ولي يمشي لا لا ما فيه قولوا لي ما البرهن على ما تقول يا شيخ البرهن على ما أقول ما تعرفون أن الزنا موجود في العالم الإسلامي ولا لا يزنون باليهود والنصار ولا بمن ببعضهم بنساء بعضهم وبناتهم هل تعرفون أن إجراما والثلصص والسرقة وسلب أموال موجود بين المسلمين ولا لا لو كانوا يعتقدوا أنهم أولية ما يستطيعون أن يدوم ما سح هذه القضية نهائيا وترك الأمة كل أعداء لبعضها البعض الحمد لله أن عرفنا ذكرت لكم حادثة من ملايين لحدث كنت صبيا وجالسا مع شيوخ كبار حول المسجد حدث أحد قال فلان إذا كان زنا لا يمر بالشارع الفلاني وهو جنب بالزنا احتراما للسيد علي ولي فالقرس موسيد علي فبهتم يزن بمارة مؤمن من إخوانه ثم يخاف ما يمر على قبر سيد فلان وهو جنب بالزنا عرفتم ما فعل الثالث عرفنا هيا نغي وضعنا ما نستطيع ما نستطيع من منكم يقول يا شيخ كيف نغي هذا الوضع يقوم الزعيم يقول بالخلافة مات توجد الخلافة كيف نغي هذا الوضع بالمال ما عندنا أموال اللي يحتاج إلى بنوك أمريكا كلها أهل الحلقة يعلمون إخواننا الزيار ما يعلمون اسمعوا أقسم بالله الذي لا إله غيره لو أقبلنا على الله في صدق نساء ورجال وأطفال بوصلنا المؤمنين وأصبحنا نجلس في بيوت الله جلسة هذه أهل القارية أهل الحي الساعة السادسة يتوضعون ويتطهرون ويلبسون أحسن ثيابهم ويحملون أطفالهم ونساءهم ويعمرون بيوت ربهم ويصلون المغرب كما صلينا ويجتمعون هكذا والنساء وراءهم دونهن ستارة والأطفال صفوف كالملائكة وهناك من يراقبهم ويتلقون الكتاب والحكمة ليلة آية من كتاب الله وأخرى حديثا من أحاديث يا رسول الله على أن يكون المربي عليما حكيما ويأخذون في هذا النمو والكمال العقلي والطهر الروحية والآداب العالية أهل القرية أربعين يوما فقط خلها عام لم يبق فيها من يسب أخاه المؤمن لم يبق فيها من يمد يداه ليسلب مال أخيه المؤمن لم يبق فيها من يفكر في أن يفجر بمنتي أو بابني أو بما آتي أخيه المؤمن لم يبق في القرية أبدا من يتلوى بالجوع وإخوانه شباع ولا يمشي عاري وهم مكسورون ولم يبق من يظلم ويسكت عن ظلمه بل يؤدب ويهذب وتصبح القرية كأنها في عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما الذي يضير العالم الإسلامي لو أقبل على الله بهذه ما الذي يصيبهم توقفت الأعمال لا والله ما توقفت اليهود والنصارى في العالم بأسره إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل صح وإن لا الساعة السادسة في فرنسا ما يبقى عمل في بريطانيا في أمريكا في اليابان اشتغلوا من طلوع الشمس إلى غروبها يكفي أو لا يكفي يكفي ويسد الحاجة واليهود والنصارى يذهبون إلى دور السينما والمقاصف المعازف ليروحوا على أنفسهم خمس أرب ساعات ويعودون كالبهائم إلى مدينة من كتب أن يموت في مكان لن يموت إلا به هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وهو دليل ومنطق القضاء والقدار من أين أخذنا هذه الهداية؟ هاتوا يا أهل الآيتين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليموتوا هناك قال رابعا أفعال الله تعالى لا تخلو أبدا من حكم عاليا فيجب التسليم لله تعالى والرضى بأفعاله في خلقي سواء كانت نصرا أو هزيمة غنى أو فقرة ذلا أو عزة ما تم ذلك والله إلا لحكمة عالية لأن الله حكيم عليهم ضربت لكم مرتين المثل استعمار الغرب لنا بتدبير من؟ ذنوب نهي التي أوقعته ولنا حتى نوفيق ولا نذب مرة ثانية هل أفقنا؟ إذن فنحن ننترح والله إن لم يتدارك الله المسلمين فالشرق والغرب توب صادقا لنزل بلاء أعظم من بلاء الاستعمار وهم الآن ظنوا أنهم فوق الله ما يفعل شيء يبيحون ما حرم الله يفعلون معرضون عن الله تماما كأن الله لا وجود له من يستيع في هذا الكون؟ لو عرفوا هذا لبكوا الليلة وصافوا وسوف تنزل على من لم يتوب إلى الله ويرجع إليه خامسا الذنب يولد الذنب ولا لا الذنب يولد الذنب والسيئة تولد عنها سيئة ولا فلذا وجبت التوبة من الذنب على الفور ذي سنة الله أذنبت ذنبا إن لم تبادل إلى محوه والله لا تذنب مرة ثانية من أذنب ذنبا أو فعل سيئة إذا لم يرجع الفور يتوب سوف يفعل أخرى هذه سنة الله السيئة لذنب السيئة من أين أخذنا هذا؟ من آخر آية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبه ذنبا ولد ذنبا سيئة لابتة والسيئة فلهذا واجبنا أننا إذا أذلبنا نتوب على الفور أما إذا لم نتوب سوف تتوالى السيئات حتى نغرق فيها والعياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولين قتلتم في سبيل الله أو ميتم لما غفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولين ميتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون أولا أيها المستمعون والمستمعات هذا النداء الموجه إلى المؤمنين من وجهه إليهم الله هذا كلامه هذا كتابه ونحن أولياءه وعبيده الحمد لله من أسعد مننا الحمد لله هل تذكرون يا من درست من داءات الرحمن أن الرحمن عز وجل إذا ناد عباده المؤمنين لا يناديهم إلا لواحد من أربعهم هنا ناداهم لينهاهم عما يسيء إليهم ويضربهم عما يغديهم ويشقيهم وناداهم بعنوان الإيمان لأن الإيمان بمثابة الطاقة بل بمثابة الروح لا حياة بدون روح لا حياة حق بدون إيمان حق نادانا يا أيها الذين آمنوا لينهانا بقول لا تكونوا هذه اللهم ناهي ولا لا لا تكونوا كالذين كفروا من المنافقين واليهود والنصارى والمشركين والبوذة والشيوعين وككل الكافرين لكن هنا لأن السياق ما زال في غزوة أحد وما ترتب عليها من تعاليم وحدايات فالذين كفروا هنا المنافقون وهم كافرون إلا أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان فكشف الله الغطاء عنهم وعلمهم أنهم كافرون ينهاهم أن يكونوا كالذين كفروا في أي شيء هنا واخضى بدون إطالة ينبغي أن نتباين مع الكافرين وأن لا نكون مثلهم لا في الرأي ولا التفكي ولا الزي ولا ولا الفصال الكامل لماذا؟ لأنهم أنجاس ونحن أطهر لأنهم أموات ونحن أحياء لأنهم يقادون ونحن قادا لأنهم يهتدون ونحن مهتدون وهادون فرق كبير كيف تكون مثل ميت أنت؟ ولاطيفة أرى أطفالنا في المدينة النبعية أزياهم كله كأزيا أولاد الكفار لا أدري ما السبب كانوا أولادنا كالملائكة قف يا عبد الله الثوب الإيماني الأبيض الرباني استبدلوا بثيابي النصار والمشركين والمجوس هل سألتم وأفتوكم بالجواز؟ لم نحن حتى لباسا عسكر بكينا وصرقنا وندبنا وقلنا يجب أن يتميز الجند والرباني عن جند الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في كل شيء وقالوا لإخوانهم إخوانهم من الأم الأبيان من الأسرة من القبيلة في الدين إخوانهم في العقيدة الكافرة إذ قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ما معنى ضربوا في الأرض أرجوا لهم مسافرين الماشي يضرب الأرض ولا لا أو ما تقولون الماشي يضرب الأرض ولا لا بكفيه أو بقدمه بقدمه هذا الضرب في الأرض إذا ضربوا في الأرض المسافرين الاتجارة تباتهم أو كانوا غزة جمع غاز أي غزة ثم مات المسافر في صفري ومات الغاز في غزوه ماذا يقول إخوانهم آه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا أي ما سافروا في سبيل الله ولا غزو في سبيل الله ما ماتوا هذه عقيدة من لا يؤمن بالقضاء والقدر هذه عقيدة كافر بقضاء الله وقدره هذه العقيدة تورثهم الهمة والحزنة والكربة والبلاء الباطن النفسي يكربون ويحزنون آه لو ما سافر ولدي ما يموت ما يموت يمكن لو ما سافر ما يموت بالأمس ماذا قال لباز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئ الذين كتب الله القتل عليهم في هذا اليوم في هذا المكان هم يأتون المكان ولو كانوا في بيوتهم هم يخرجون بأنفسهم لينفذ حكم الله ويمضي قضاه وقدره فيهم الحياة ماء فوضى كل يدبر برأسه ونفسه الحياة بيد الله هو مدبرا لا يعز من يعز ولا يذل من يذل إلا بتدبير الله وقضاء حكمه ولا يفتق من يفتق ولا يستغني من يستغني ولا يصح ولا يموت إلا بتدبير الله عز وجل وقد مضى هذا في كتاب المقاضي بل لحظة فلا يقع في الكون شيء إلا بعلم الله وقضاء القدرين لو كهنوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الموت يعني في السفر والضعف الأرض والقتل في الجهاد وإذا في الحرب والقتال علل تعالى لهذه النفسية فقال ليجعل الله ذلك حسرا في قلوبهم وهذا له وجهاني يا شيخ سليمان والقرآن حمال الوجوه الوجه الظاه في الآيان لما قالوا لما سافأوا ما ماتوا لما يخرج ابني مع هذا القتال ما مات ألقائل هذا يكون هذا كلام حصر في نفسه ولا والله ألم وحصرك العظيم ما يرتاح أبدا حتى تمضي أيام وينسى هذا واحد اضحق ثانيا لما لا نكون مثلهم في إيماننا في قدراتنا في طاقاتنا في صبرنا في جهادنا لما نعلو ونسم ونعز يكون ذلك هما وكربا وحزنا لهم وإلا لا أي والله انتبهتم وجهاني مشرقاني في الآية يتحققاني بها إذا نحن ما كنا مثلهم صابرين أقوياء قادرين ثابتين ثابتين هذه الحال تصيبهم بالهم والكرب والحزن ثانيا تأوهم وتعلم الملؤهم آه لو كان كذا كان كذا يكسبهم الهم والحزن والله خالقه فلهذا قال يجعل الله ذلك حصر في قلوبهم والحصر ألم نفسي تضيق به النفس ثم قال تعالى والله يحيي ويميت لا سواه والله جل جلال وعظم سلطان يحيي من يحيي ويميت من يميت فلا محي ولا مميت إلا الله ثالثا والله بما تعملون بصير يا أيها المؤمنون يا من دعيتم إلى أن لا تكونوا كالذين كفاروا في أزيائهم في معتقاداتهم في آمالهم في حياتهم كلها اعلموا أن الله بما تعملون بصير وعيد هذا ووعد إن استجبتم لما دعاكم إليه إذن فأنتم في خير حال وأسعدها وإن رفضتم فسوف ينزل بكم البلاء الشقاء لأنه بما تعملون مصير مطلع الله أكبر هكذا يربينا الله عز وجل إيه نعم تربينا أيام كنا نقع القرآن ونتدبره لما حولنا أهل الموت مثنك الأموات ما يتدبر أحد كلام الله وقوله تعالى في الآية الثانية الأولى انتهت يقول في الآية الثانية اسمعوا ولئن قتلتم وعزتنا وجلالنا لأو إن قتلتم في سبيل الله أو ميتتم أو ماتوا إذ ميتتم بالكسر ميتم وميتم قراءتان سبعيتان لغتان بصحة ثانية ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لامغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون قراءة سبعية وخير مما يجمع المشركون والكافرون تغيب في الجهاد في سبيل الله اغتفعوا أيها المؤمنون إلى مستواكم اللايق بكم وعزتنا وجلالنا لئن قتلتم في سبيل الله أو ميتتم فالطريق لأن القتل يكون بالسيف ورمح وقد يموت بدون ذلك وهو في طريقه لا مغفرة جواب لأن مغفرة من الله تزيل كل أثر من نفوسكم ورحمة تغموكم وتدخلكم دار السلام خير مما يجمع الكفار من مليارات من البنو كلها الحمد لله لكن هيا نموت في سبيل الله أو نقتل أما الموت في سبيل الله ممكن الحجاج العمار يموتون في الطريق يحصل هذا أما الغاز للسعى حتى يعلنها صريح إمام المسلمين تبهتم آل جهاد حينئذ نتسابق أما بدون إذن إمام المسلمين لأن ظروف غير ملائم من القتال في معاهدات ننتظر بها وقتها ما هناك إعداد كامل لغزو بريطانيا وإلى اليونان لأن الجهاد لا يكون إلا في ديار الكفار سمعتم ولا لا أما الذين يطالبون بالجهاد في داخل بلاد المسلمين أقتلوا الحكام وعسكرهم فالنظرية فاسدة باطلة خاطئة منكعة محرمة لا تحل ولا يوجد لها أطف الإسلام سمعتم هذا ولا لا الجهاد إما أن يغزونا جيش كافر الصلبان في أعناقه أو كذا ويدخل ديارنا يعلن إمام مسلم أتعبع العام حتى نجليه ونبعده عن ديارنا وإما أننا تهيئنا واستعددنا وأصبحنا قادرين خنائذ ترسو صفننا أو يصل الإعلان منا إلى تلك الدولة المجاورة لنا وهي مسيحية أو يهودية أو مجوسية ونخاطبهم بما علمنا الله رسول يا أهل هذه الديار ادخلوا في الإسلام في رحمة الله تسعد وتكمل تطيب وتطهر تنتهي مظاهر الفقر عندكم والشقا والعذاب والخبث والخصران ادخلوا في رحمة الله نعم لأن هذا الذي نخوث به نحن تنزهنا عنه ما أصح بيننا خبث ولا ظلم ولا فقر ولا شقا طبقنا الإسلام ورحمنا الله به ادخلوا فإن قالوا لن ندخل في دينكم قلنا لهم اسمحوا لنا إذن أن ندخل نعلم أفرادكم ونوجههم ونرشدهم وابقوا على دينكم هيا نعقد معاهدة معاهدة الذنب أنتم في ذمتنا نحن الذين نموت دونكم نحن الذين نحميكم نحن الذين نقيم العدل والرحمة فيكم وابقوا على دينكم فإن قالوا لا بس نعقد عقد الذنب يدخل إخواننا كالملائكة لا خيان ولا كذب ولا مظاهر الباطل لا وجود لا أشبه بالملائكة ولا لا الصدق والعدل والرحم والطه والصفاء ما هي إلا ليالي أو أيام وانجذب الناس إلى الإسلام ودخلوا فيه لما يشاهدون من آثار الكمال هذا مفهوم لنا وإن قالوا لا الحرب بيننا هي الثالثة وإلى لا بسم الله صفف صفوفك وأعلن يا قائد الإسلام خوض المعركة وينصرون الله ودليل هذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غررا واعلموا أن الله مع المتقين بهذه الآية اتسعت يقعة الإسلام في خمس عشرين عام انتهت إلى أندلس وإلى ما وراء نهر السن بهذه الآية هل كان أصحاب رسوله وأولادهم وأحفادهم من هذا الشكل الذي نحن عليه مستعيه كيف ينشرون الإسلام نحن الآن الكفار يضحكون من إسلامنا تبعتم الأصليين والمتطرفين يقتلون يذبحون يحرقون واقع هذا ولا لا يتقززون اليوم من إسلامنا وجدوا فرصة ولئن قوتيتم في سبيل الأوم يدتم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون خير مما يجمعونهم أليس كذلك؟ يغسلوك ويدخذك الجنة ماذا بقي؟ المغفرة معناها محو الذنب وإذا طهرت فإن نزلت آه الجنة تقدم سابق إلى مغفرة مربكم وجنة عرضها السلام اغسل نفسك وادخل الجنة من الآن تطهر إن ميت طاهرا لا يحول بينك وبين الجنة حائد أبدا أما وأنت نجس لا يترك لله آخر آية وهي قول ولا إن ميتم أو قتلتم لإلى الله يتحشرون ما فيه فوضى مات في الصحر ولا في البحر انتهى أمره لابد وأن يحشر ويجمع بين يدي الله لفصل القضاء ولإدخاله للجنة أو النار لكن قولوا ولإن ميتم أو قتلتم مطلقا لا في سبيل الله ولا من مات أو قتل ليس معناه أن أوضاع وتلاشى في الحياة وما بقي إلى وجود والله لا يحشر حيا يسمع ويبصر ويتلقى الجزاء كما هو الآن فاطمئنوا إلى هذه ولإن ميتم أو قتلتم لإلى الله يحشرون وتجمعون بين يديه ليحكم ويفصل ويدخل المحسنين الجنة ويدخل المسيئين النار هذا عالم للشقاء فهذا عالم الربح والجزاء الآن فهمتم تقريب معنى الآيات اسمعوها مشروحا قال ما زال السياق في أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة ففي هذه الآية ينادي الله المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده يناديهم لما لينهاهم عن الاتصاف بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا هم ضربوا فالأرض للتجارة أو لغزو فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقادره يقولون لو كانوا عندنا أي ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية الجهل ومراض الكفر وحسب سنة الله تعالى فإن هذا القول منهم يتولد لهم عنه بإذنه تعالى يتولد لهم غم نفسي وحصارات قلبية تمزقهم وقد تؤدي بحياتهم وما درى أولئك الكفر الجهال أن الله يحيي ويميت فلا السفر ولا القتال يميتان ولا القعود في البيوت جبنا وخورا يحيي هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم والله يحي ويميت وقوله تعالى في ختام هذه الآية والله بما تعملون بصير فيه وعد للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية وفيه وعيد إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرا وبالشر إلا أن يعفو شرا أما الآية الثانية فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين مخبرا إياهم بأنهم إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفلهم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام الدنيا ذلك الجمع ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج في سبيل الله فقال تعالى ولئن قتلتم في سبيل أو ميتم لما اغفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون وفي الآية وفي الآية الثالثة والأخيرة يؤكد تعالى الخيرية التي تضمنتها الآية السابقة فيقول ولئن ميتم ولئن ميتم أو قتلتم في سبيلنا في سبيلنا لإلى الله تحشرون حتما ولم حتما وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في سبيلنا ولا نعمة ما تجذون به في جوار ربنا الكريم قال لهذه الآية الثلاثة هداية في ثلاثة أرقام الأول حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطلا لأن النص لا تكون ثانيا الندم يولد الحصارات والحصر غم وكرب عظيما والمومن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما آتاه من حصام الدنيا وهذا مبين في صورة الحديد سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء إلى أن يقول وما أصابكم من مصيبة لا وما أصاب من مصيبة إلا بإذن لا نعم لكي لا تأس على ما فاتكم ولا تفرح بما آتاكم لا تحزن على ما فات ولا تفرح طبط بما آتاك الله هذه ثمة الإيمان بالقضاء والقدار قال قال ثالثاً موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها معاشر الإقوان بيننا مرضى وفي ديارنا ويطلبون منكم الدعاء لهم هيا ندعو ولنا أجر دعانا ولنا أمل ورج في الله أن يستجيب لنا ويشفي هؤلاء المؤمنين والمومنات اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين فلا تردها خائبة يا رب العالمين فاشفي اللهم هؤلاء المرضى الذين طلبوا مننا أن ندعوك لهم لتشفيهم يا رب العالمين اللهم شفي كربا مرضهم وأزل كربا وخفف آلامهم وأحزانهم يا رب العالمين اللهم شفيهم وعافهم واشفنا يا ربنا وعافنا واشف كل مؤمن ومؤمنة في هذه الديار يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفرهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون مرة ثانية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومرة أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات من القائل فبما رحمة من الله لنت لهم هذا الله كيف وصلتنا كلماته من طريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه هذا القرآن من كلمة قاء باسم ربك إلى آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ودامت مدة الوحي ثلاثة وعشرين سنة وختم الله هذا كتاب وأكمل هذا الدين وها نحن في بيت الله في مسجد رسول الله نسلو كتاب الله الله أكبر نسمع كلام الله ونتدبره ونهتدي به إلى ما يكملنا ويسعدنا نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله إذ بلائين البشر لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يعفون كلام الله ولا يسلقون مسالك أولياء الله وأنبيائه فمن نحن وما نحن لو لا فضل الله علينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله فبما رحمة طلبة العلم يقولون ما هذه الميم أصل الكلمة فبرحمة من الله وزيدت هذه الميم لتقوية الكلام يقول العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى زيادة المبنى تزيد في المعنى إذن الأصل فبرحمة من الله فزيدت الميم لتقوية الكلام وتقوية المعنى فبرحمة والتنكير هنا يدل على التعظيم أيضا رحمة عظيمة مصدرها من أين آتت هذه الرحمة من الله فبرحمة من الله لنت لهم يا رسول الله لا نع ولم يتشدد عفى ولم يواخد أصفح ولم يؤنب هذه رحمة الله أرحم بها أولئك الأصحاب الذين فروا منهزمين يوم أوحد فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا قاسيا القلب لا عطف ولا لينة لا قاسا في وجوههم عليهم وهربوا وشردوا وعادوا إلى الكفر والعياذ من الله وبذلك يخسرون خسرانا أبديا لكن رحمة الله التي ألقاها عليك وغمرك بها وغشاك إذن لن تلعون فلا شدة ولا غضاب ولا غضب ولا تألم ولا تحصر أمامهم من فعل هذا برسول الله الله جل جل لماذا من أجل أوليائه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم كونهم كونهم زلت أقدامهم وهربوا خائفين شاردين من الموت هذا لا يسلبهم إيمانهم ولا حبهم في الله ولا جهادهم ما جاهدوا وما زال يجاهدون أصحابه ولو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب الفض أو الخشل في معاملاته شرس في أخلاقه وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان رقيقا في معاملتهم يعاملهم بالرفق والعطف واللينا ولو كنت فظا غليظ القلبي لن فظوا من حولك وانصرفوا وتراكوا ممكن هذا إي والله من أخبر بهذا لو كان الرسول أعلن عن غضبي كما نغضب نحن وشتم يا كذا يا منازمين كذا يشعدون لم يبقى واحد إلا من شاء الله ويلتحقون بأبي سبيان لكن الله أضف على رسول هذا الكمال الخلقي فما استطاع أن يبعدوا مساعدين وهذا تدبير الله عز وعلا رحمة بأوليائه المؤمنين أصحابه من المهاجرين والأنصار إذن فبناء على هذا فأعف عنهم ولا تواخذهم أكسبناك هذا الذين وهذا العطف وهذا الشفق هذا الرحم من أجلهم إذن فأفع عنهم ولا تواخذ أحد منهم هذا أولا واستغفر لهم الله عز وجل ليغفر لهم زلة فرارهم وانهزامهم أيضا ثالثا وشارهم في الأمر لا تستهم بهم أو لا تبالي هؤلاء فروا منهزمون عصرني لا واتخذ من أعيانهم ورجالاتهم وبصرائم وولي الحل والعقد من تستشيرهم في أمور دنياك كالجهاد ومتطلبات وما إلى ذلك وشاورهم في الأمر أي أمر أمر ذو أهمية كالجهاد خوض المعارض لإعداد لها المشي إليها فيما هو مهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت بعد الشورى وسمعت آراء العقلاء وعزمت على أن تفعل فافعل فتوكل على الله وامضي لا خوف ولا جبن ولا خوى ولا ضعف لا حتى في الأفق أن السير في هذا الطريق هو الحق إذن امضي ولا تفكر لا في هزيم ولا في نصر فإذا عزمت على القيام بأمر من أمور هذه الدعوة فتوكل على الله أي فوّر أمرك إليه هو الذي يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد وما عليك إلا أن تعمل على تحقيق رضاه ثم ذيل ذلك بقوله إن الله يحب المتوكلين هذه عام لنا أيضا نحن معاه من توكل على الله أمره الله بأمر ولاح في الأفق ولاح في الأفق ما يخيف أو يرهب أو يكرب ويحزن وقد أمر الله فمضى عبد الله متوكل عليه في حصول النتائج المرغوبة والمطلوبة هذا المتوكل على الله يحبه الله والذي أمره الله أو نهاه وأراد أن يفعل فلاح في الأفق ما يوعده ما يخوفه قد لا يقع هذا قد ننكس قد ننهزم وفشل هذا لا يحبه الله لأنه ما توكى على الله من هو المتوكل على الله ذاك الذي إذا أمره مولاه يمضي أمره وينفذه غير مبالي بما يترتب على ذلك من انكسار أو انتصار همه أن يطيع ربه فيفوض أمره إلى الله أمر الانتصار والانكسار ويفعل ما أمر به هذا العبد أو هذه الآمة يحبه الله عزوج وحبه ضاه مدام امتثل أمر الله فذاك الامتثال أوجد له الطهر في النفس والزكاة في الروح والله يحب الطيبين والطهر إن الله يحب المتوكلين الآية الثانية يقول تعالى إن ينصوكم الله أيها المؤمنون وبينكم رسولكم الخطاب عام إن ينصوكم الله فلا غالب لكم إن ينصوكم الله فلا غالب لكم لا يوجد غالب يغلبكم أبدا وإنما يوجد الغالب الذي يغلب المؤمنين إذا لم ينصوهم الله إذا تخلى عنهم والله سبحان الله والله يتخلى عن المؤمنين لما لأنهم ما أخذوا ببيانه وهدايته وما وضع لهم من منهج وطريق أعرضوا عنه والتفتوا إلى غيره ورغبوا بشهوات ودنياهم ثم الله مع هذا يحبهم وينصرهم حاشا إذن إن ينصوكم الله في أي ميدان من ميادين الحياة فلا غالب لكم ومعنى هذا عليكم بالله التفوا حول كتابه التفوا حول بيانه وشعر وهدايته ولا تخابوا الأبيض ولا الأسود ولا المشركين ولا الكافرين فإن من يتوكل على الله ينصر الله ومن نصر الله والله لا يغلبه غالب أبدا وإن يخذو لكم أي الله أيها المؤمنون وإن يخذو لكم فمن ذا الذي ينصركم بعد أشهر لا عبد القادة ولا سيد البدري شاكا إلي أحد الأبناء قال بين للناس الجهل الذي حول الحجر الشريفة والناس لا يحسنون الزيار ولا يعرفون كيف يسلمون والشركيات والباطل قتله ماذا نصنع بينا وقلنا من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي متطاهرا يصل ركعتين في مسجده ثم يقف على باب حجرته ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذوياتك أجمعين انتهت أو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ويسلم على الشيخين ويمشي هكذا أي والله هكذا لا شيء غير هذا لا شيء لكن والأمة الجاهلة هل كلمة هذه الآن بلغت منفذها نحتاج إلى تربية وتعليم في بيوتنا وفي بيوت ربنا في قرآن ومداشرنا وأحيائنا العام والعامين والثلاثة والعشر سنين حتى نفقه ونفهم ونعلم ما تكفي كلمة أبدا ثم لو كنا بصرا ها نحن نسلم على رسول الله ونحييه والله في كل صلاة ونحن في أمريكا أو في اليابان ما أو في المدينة إذا جلسنا بين يدي الله ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في سلام أعظمنا هذا الذي علمنا رسول الله وما كنا نعرف معرفة يقينيا أننا نواجه ونسلم عليه يسمعنا الآن موقنون إذا كنت متطاهرا بين يدي الله قد صليت الركعتين أو الفريضة وقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والله لبلغت وسمعا أكثر من تلفونك في بيتك الشاد عندنا هو هكذا أما الذين يتمسحون ويتبركون ويقولون الباطل ويدعون كلهم جهال كيف يزال جهالهم قولوا لابد من العلم والتربية ولا لا كيف يتعلم هذا الذي ما جلس في مجلس كهذا طول حياته من أين يتعلم لولا الله عز وجل أوجد هذه الحكومة الإسلامية وإذا غضب بعض الإخوان سامعناهم أكثر من كلمة الشيخ يمدح الحكومة نجحد والله لولا هذه لأيتم العجب حول هذه الحجور من أنواع الشرك والباطل ومع هذا عصق أو هيئ أو كذا هم يشكون من أم جاهل هابطة ماذا تصنع لها إذن إن ينصوكم الله فلا غالب لكم أيها المجاهدون وإن يخذلكم لمعصية والخروج عن طاعته وعدم الأخذ بأسباب النصر فمن ذا الذي ينصوكم من أهل الأرض والله لا أحد وعلى الله لا على غيره وحده فليتوكل المؤمنون فليعتمد على الله ولفوض الأمر إليه ويفعل ما أمر ويترك ما ناء وليترتب على ذلك ما يترتب من ذل أو هون أو فقر أو ذل أو نصر وعز وسياد وغناء هذا يترك لله فقط طبق أمره وفوض أمر النجاح إليه وعلى الله لا على غيره لا على سواه فليتوكل من هم المؤمنون الذي تدل على عراقة الوصف ومتانته ما قال فليتوكل المؤمنون ها المؤمنون البالغون الكمال في إيمانهم علما ومعرفة واعتقادا ويقينا هيا أعيد عليكم الآياتين قبل أن نأخذ في الشرح في الكتاب يقول تعالى اسمع فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك فاعفو عنهم واستغفلاهم وشاويهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم ألا بلاغ ذاني إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذنكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الآن نزداد علما بالشرح قال معنى الآيتين ما زال السياق سياق الحديث سياق الكلام في طريق واحد ما زال السياق في الأدب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي هذه الآية يخبر تعالى عما وهب رسوله وأعطاه من الكمال الخلق الذي هو قوام الأمر ما وهبه الله من الكمال الخلق الذي هو قوام الأمر لو لأخلاقه التي وهبه الله لهرب الناس من حوله وما جالسوا ولأخذوا عنه ومعنى هذا أيها المربي أسلك ما أسلك رسول الله وسلم تتعنت وتنتقد طبعا ما تنتفي قال فبما رحمة من الله أي فبرحمة لأن الميم مزيد فبرحمة من الله ثم نظير هذه الميم نحو عما قليل ليصبح ننادم أصل عن قليل ولمزيدة الميم لتقوية الكلام والمعنى بعد ذلك عما قليل وجند ما هنالك مهزوم هذه الميم أيضا جند هنالك مهزوم فما هذه الميم مع القاعدة زيادة المبنى تزيد في المعنى هذا كلام العرب الذي علمهم الله إياه وأنطقهم به وأنزل به كتابه قال يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلق الذي هو قوام الأمر الأخلاق الفاضلة هي قوام الأمر إذا أخلاق سيء في البيت والله ما ينتظم حالنا إذا أخلاق الماء السيء مع إخواني والله ما يصعدون إذا إخلاق سيء في السوق كذلك فالأخلق الكامل الأخلاق الكامل هي التي تجمع ولا تفارق وإلى تجد حب ولا تجد بغض فهينا تعلم الأخلاق الفاضلة قال فبما رحمة من الله أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت لهم رحمتنا التي أضفيناها على عبيدنا من الأنصار المهاجرين تلك الرحمة بواصلتها لنت أنت لهم لما رحمناهم ما لنت أنت لهم وحين الذين يفرون عنك ويعودون إلى الكفر ويخصرون دنيا وآخر إذن فالحمد لله ولو كنت فض أي قاسيا جاف جافيا قاسي القلب غليظه لن فض من حولك أي تفرق عنك وعاد إلى دين آباهم واجدادهم وحرموا بذلك سعادة الضارين صح وإلا إيه والله العظيم قال لم فضوا من حولك أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الضارين وبناء على هذا فاعفوا عن مسيئهم الذي أساء واستغفر لمذنبهم وشاور ذوي الرأي منهم وإذا بدى لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين هذه تعالم الله لمن لرسوله الله أكبر الله يكلم رسوله بهذا كلام ويعلم هذا التعليم آمن بالله مع أن محمد صلى الله عاش أربعين سنة لا يقى ولا يكتب أبدا أربعين عام أمي أمي والله أمي صفات في التواتي لنجيل أمي والأمي الذي ما فاق حجر أمه حتى يتعلم قال وإذا بدى لك رأي راجح بعد الاستشارة راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين ومن أحبه الله أخزاه أذل أشقى لا والله أكرامه وأعزه وأعلى شأنه والتوكل هو الإقدام اسم عبد الله التوكل ما هو هو الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحرار الأسباب الضرورية لا ما التوكل التوكل هو الإقدام على شيء على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحرار الأسباب الضرورية وإلى لا وعدم التفكير فيما يترتب عليه فيما يترتب على فعل هذا الأمر الذي أقدمت عليه وقد أعددت الأسباب المطلوبة له بل يفوض أمر النتائج إلى الله تعالى أمانا بالجهاب فأعددنا عدتنا وخرجنا نحمل سلاحنا غير مفكرين نصر هزيمة لا نخطو ببعن هذا نريد فقط أن نطيع ربنا فيما أمرنا به قال هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل معا مرة ثانية قال فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها أولا والعمل دائما بمقتراها وهي أن النصر بيد الله والخضلان كذلك فلا يطلب نص إلا من تعالى ولا يوهب خضلان إلا منه عز وجل الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون هداه كيف يطبقون هذا ويعرفون لا بد من المعرفة العلم أولا فاعلم أنه لا إله الله واستقبل ذنبك لا بد من العلم قال قال أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب أولا العلم بها والعمل دائما بمقتراها وهي أن النصر بيد الله والخضلان كذلك بيد الله فلا يطلب نصر إلا منه تعالى ولا يرهب خضلان إلا منه عز وجل وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له طلب النصر من الله كيف يتم هو إنفاذ الأمر الذي أمر به بعد إعداد الأسباب اللازمة لذلك إنفئوا خفافا وثقالا يخرجون بأيديهم ما ينفى لابد بالسلاح والطعام معهم فالذين ما استطعوا رجعوا فلابد من الأسباب للنصر فيؤتى السبب بإذن الله وطاع لله قال وطلب نصر وإنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له وتحاشي خرلان حتى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا ما دل عليه قوله تعالى في هذه الآية إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن ما للمسلمين ما يقاتلون الصرب سمعتم قوات تحركت من العالم الإسلامي إذن كيف ينصرون الله علمنا أن النصر بيده ولا لا وأن الخيض لان بيده وأن نصره يطلب منه بإعداد العد وأخذ الأسباب ولا لا ساكتنا وتركنا لأمريكا والأمم المتحدة ينتصر إخواننا يخرجون عن سنة الله ينتصرون فسوف تسمعون الهزائم المرة إن ينصوكم الله فلا غالب لكم ينصون الله متى إذا أقبلنا عليه بعد الإيمان واليقين بأنه الناصر واجتمعت كلمتنا وحمى النعلاية لا إله إله الله وقادنا إمام المسلمين ونحن نكبر لما ولا نخرج عن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين فإن فسقنا يصيبنا ما أصاب رسول الله وأصحابه في أحد هذا هو النظام الإلهي سنن لا تتبدل إلى يوم القيامة الطعام يشبع إلى بط المفعول الماء يوهي وإلا بط ما أصبح يوهي الحديد يقطع وإلا فشل ما يقطع الحديد يقطع هذه السنة تبدلت لن تتبدل أبدا إذا فسنة الله في النصر العبادي هو أن يطيع فيما أمر ويعد العد لما يطلب منهم ويقاتل ينتصرون والواقع شاهد ولا لا والآن هداية الآيتين لنقف على هداية الآيتين ونضكوها إن شاء الله ينفعنا الله أولا كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق دلت الآية الأولى على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق من كمل وقد قال تعالى نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله إذا استعظم الله الشيء من يقدعه إذا كان العظيم الذي يقول الشيء كن فيكون ويطم السماوة السبع بيده يستعظم الشيء كيف يكون هذا الشيء والله لا عظم من خلق رسول السلام وإنك لعلى خلق عظيم تجلت أخلاقه ناء فيلينه وشفقته وعطفه ورحمته وعدم كلمة سوء لأصحابه مع أنهم هزموه حتى انكسرت رباعية الشجوجه دخل المغفى في رأسه ما تعم بعد هذا هل شات ما أحد نسبه ونحن تربينا على السب والشتم والتقبيح والتعيير لا لا آمنا بالله علماء يطعنون فيه ويتلذذون بالطعن لا يحل لك أن تطعن في مؤمن كالناس فلاح دلال أعمى أعرج مريض رائحته منتناء لا يحل لمؤمن أن يقول فيه كلمة سوء ونحن نتغنى بل أباطل أين أخلاق رسول الله سلام الرسول يحطم يكسر وعرف من فعل ويقول اللهم اغفر قومي فإنهم لا يعلمون ما واجه واحد منهم وقال أنت خذلتنا أنت الشر أنت السبب أنت المحنة كلها لو واجه الناس بهذا لن فضوا من حوله وانصرفوا هيا نتخلق بأخلاق يا بن قاسم من أين استنبطنا هذا الكمال من قوله تعالى فبما رحمة من الله ذنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حوله إذا فعفوا عنهم واستغفلهم وشارهم في الأمري فيكم من آذاء مؤمن قال اللهم اغفلوا أعطوني واحد يوجد بعضا لكن واحد إلى مليون ما ينفع ثانيا فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحان وتعالى منين أخذنا هذا من الآية فاعفوا عنهم واستغفلاهم وشارهم في الأمر الله يأمر قائد ورسول أن يعمل معهم هذا هذا يدل على فضلهم وإلى ماذا من أهل جهنم يكفرون ويتقربون إلى الشياطين بسبهم وطعن بهم ويقول المسلمون لعل الشيخ واهم يجب إذا يذكر أصحاب رسول الله أن نذكرهم باحترام وإزلال ويتمار وأن لا نذكر سوءا فيهم ولا بينهم هؤلاء رفعهم الله ولنا وأمر رسوله أن يستغفر لهم وأن يعفوا عنهم وأن وأن ونحن نسبهم وندى أنهم أخطأوا ونحن أعلم منهم ونعم هذه مظاهر الجهل من ألف سنة وأمتنا هابطة هيا نخرج من هذه الفتنة والله لا خلوج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة عدنا يا شيخ ما عدتم العودة هي أن نوم إيمانا يقينيا وأن نلزم بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا من المغرب للعشاء في كل قرانا ومدننا نتلقى الكتاب والحكم طول الحياة ذاك هو التعلم الحقيقي أما تعلم المدارس فرحنا الله نتعلم للوظيفة والذي ما يوظف يسب الحاكم الحكومة هذه الطريق الذي ما يتعلم العلم ليحبه الله كيف يستفيد من هذا العلم ما نعيبهم نتركهم الفلاح في مزرعته والتاج في متجره والعامل في مصنعه فقط الوقت الذي أوروبا التي نجي وراءها والعب يسيل ونجتهد أن نكون مثلهم إذا دقت الساعة السادس مساء وقف العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم إلى دور السينما والمراقس والمقاصف واللهو إلى نصف العلم ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيت ربنا لنزكي أنفسنا ونطهر أهواحنا ونخرج من ظلمة الجهل الذي هبط بنا ما نستطيع كيف تستطيع أن تختبق السماء وتزل الجنة مع العبار هذا نسمع من يطعن وينتقد يقول هاش هذا وكيف هذا وكيف هذا ماذا نقول نبدأ نكذب يعني والله لا طريقة إلا هذا الجهل معوئ الجهل يفقد صاحب الإيمان بالله وثق به إن كنا واهمين فانضكوا لو يحصى الزنا والفوج في العالم الإسلامي لا قلتم خمت الدنيا وتخبذ هذا يحصل من أهل الإيمان واليقين أما الغش الخداع والكذب والسب والجتم والتعييم لا تسأل ما سبب هذا العلم الجال بالله تعالى ومحاب ومساخ قال ثانيا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم عز وجل ثالثا تقرير مبدأ الشورى بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة يقول من هذا العالم الجليل في الحاشية يقول ابن عاطية في تفسيره رحمه الله يقول الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله ويجب وقد قيل ما ندم من استشار ومن أعجب ومن أعجب برأيه ظل والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد حديث هذا يزين الدنيا كلها ما ندم أبدا من استشار ولا خاب من استخار ربه ولا عال وافتقر من اقتصد فيما أعطاه ربه رابعا وأخيرا قال رابعا فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكر على الله عزيمة صادقة عند تنفيذ الأمر ومع التوكر على الله بتفوض الأمر إليه الذي يحصل بأمر الله مرحبا به لا خوف لا تردد خامسا طلب النصر من غير الله خذلان طلب النصر من غير الله خذلان والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل قراءة سبعية وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات يقول تعالى وما كان لنبي أن يغل ما ما الغل ما الإغلال ما الغلول هذه مأخوذ من غله يغله إذا وضع الغل في عنقه وشد يديه مع عنقه ومنه الأغلال التي في الأعناق والمراد هنا أن يأخذ من الغنيمة شيئا خفيا بحيث لا يطل عليه المجاهدون ويأخذه لنفسه دونهم يبقى ما السبب لنزول هذه الآية لا شك أن بعض المنافقين أشاعوا أن النبي صلى الله وسلم قد أخذ شيئا من الغنيمة بدون إطلاع أصحاب المجاهدين وسواء كان هذا شملة تمت في بدأ أو في خيبة أو في أي مكان آخر أو أن الذين هبطوا من الجبل جبل الرمات خافوا أن يكون الرسول يستعفر ببعض الغنيمة دونهم فعلى كل حال أبطل الله هذا الزعم وهذا الافترار وهذا الظن فحاشى رسول الله صلى الله وسلم أن يغل فقال تعالى وما كان لنبي من الأنبياء أن يغل فكيف بسيد الأنبياء وخاتمهم وضي الصيغة صيغة النف الذي لا يمكن أن يكون عبدا ليس من شأن نبي من أنبياء الله أن يغل فكيف بخاتمهم وسيدهم وإمامهم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أيما شخص مع منبي من الأنبياء يجاهد ثم لما وجدت الغنائم أخفى منها شيئا ولو خاتم من حديد ولو شملة ولو شراك نعل ولو ولو لا يحل أبدا للمجاهدين أن يغفي أحدهم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها ولهذا الإغلال أو الغل أو الغل من الغنيمة من كبائر الذنوب بالإجمع إلا أنه لا تقطع يده كساء وأما الإثم فإنه عظيم وحسبنا أن نسمى أن من غل يأتي يوم القيام بما غل سرق شات وأخفاها والله ليبعث وشات على ظهري ولها غتاء ثغاء ليفضح في العالمين والذي أغل بعير يتاع يوم القيامة البعير على رأى عنقه ويصرخ والبعير له رغاء فاضح له وهكذا كل من غل شيئا أخفاه وسرقه من الغنيمة يبعث يوم القيامة بهذه الفاضحة كما صح أيضا أن الغادر الغادر الذي يغدر ويخون يوم القيامة يفضح وتوضع رأي على ظهري على أسه صديح له يوفع يوم القيامة لكل غادر لواء غدره فلهذا المسلمون لا يغدرون ولا يسرقون ولا يخفون من الغنائم شيئا وأجمع أهل العلم أيضا أن الوالي الذي في قوية من القراء يمثل إمام المسلمين إذا هو أخذ من ذلك المال خفية يفضح به يوم القيامة وقد صح أن أبناء أحد العمال ذاب وجاء بمال بيت المال لما وصل المدينة قال هذا لكم وهذا لي أهداه إلي أهل البلاد فوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم شرة وبيخ وقال هل لا بقيت في بيتك أو في بستانك أو مع أهلك وجاءك هذا المال كيف حصلت عليه ولهذا الهدايا إلى العمال لا تصح لا تقدم هدية لوال ومسؤون عن أي عمل وهو إن أخذه 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 كالما يخذ من الغلول إذن وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل من نبي وغيره يأتي بما غل يوم القيامة وقد سمعتم أنه يؤت به على رؤوس الناس ليشاهدوا فضيحته سواء كانت ناقة أو كانت عنزة أو كانت ثوبة أو كانت غير ذلك ثم قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم القيامة يوفي الله تعالى كل نفس ما كسبته من خير أو شر وهم لا يظلمون لأن الحاكم جل جلاله وعظم سلطانهما وفي حاجة إلى أن يظلم أحدا الملك كله له والجنة جنة والنار ناره يدخل من يشاء في رحمته فلا معنى لتصور الظلم أبدا يوم القيامة هذه قررت هذه الحقيقة ثابتة حرمة الغلول في الإسلام وهو أخذ شيء من الغنيم خفيا ليستعطر به دون إخوانه المجاهدين ولا يحل لقائد المعركة ولا للأمير ولا للمجاهدين أن يخطو شيئا كذلك ما يعطاه العمال أو الأولياء أو المسؤولون بوصفه هدية وهو رشوى للحصو على كذا حكم حكم الغلول بلا خلاف بين آهل الإسلام وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبيس المصير هذه تزيد ذلك المعنى توضعا من هو الذي يتبع رضوان الله يتبع الأسباب التي توجب له رضوان الله أي ذاك العبد الذي يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله فيؤدي الواجبات ويبتعد كل البعد عن المحرمات هذا هو طالب رضوان الله هل يستوي مع من يطلب سخط الله بالخيانة والغض والسرق والكذب وما إلى ذلك والله ما يستوي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ورجع بسخط من الله ومأواه جهنم أيضا سخط الله والمصير جهنم وبئس المصير جهنم لا أسوى مصير من جهنم يصير إليه العبد ومعنى هذا لا غدر ولا خيان ولا سرق ولا ولا يا من يريدون رضا الله ورضوانه صورتان واضحتان هذا أراد رضا الله فطلبه بما يطلبه بإيمانه وتقوى بإيمانه وصالح أعماله بإيمانه وتجنبه ما يكره الله ويسخط الله هذا طلب رضوان الله ففاز به والثاني طلب سخط الله بالغد والكريب والشرك والمعاصر هل يستويان ما يستويان أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إياه ثم قال تعالى موضحا المصير هم درجات إلى الله هم أهل الموقف السعداء كالأشقياء طالب رضوان الله كطالب سخط الله الكل في درجات متفاوتا درجات أهل الجنة حسبنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه إنهم يتراءون منازلهم كما نتراء الكواكب الغابرة في السماء وأهل النار دركات وعبر عنها بالدرجات للمناسبة وإلا الهبوط دركات والصعود درجات دائما وأبدا ودركات أهل النار قال تعالى في المنافقين في الدرك الأسفل من النار إذن يا طالبي رضوان الله بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب والآذم إن درجات كم متفاوت تفاوتا عظيما ويا طالبي سخط الله بالخيان والغدر والسرق والشرك والمعاصي اعلموا أيضا أن دركات كم متفاوت بحسب كثرة الذنوب وقلتها هذا حكم الله ثم تعالى قال لعباد المؤمنين ولعل هذا السياق حرك ضمائرهم قال لهم اسمعوا لقد من الله على المؤمنين فلله الحمد والمن ومن هنا ليس من المن هذا من المن بمعنى العطاء والإفضال والإحسان لأن والله لو أن يمن علينا ليس كذلك لكن من الإنسان على الإنسان لا يصح فيه أذى لهم لكن الله إذا من عليك عطيتك سمعك بصرك عقلك عطيتك كذا كذا هذا الامتنان عظيم والله أهله لكن بالنسبة إلينا إذا عطيت لأخيك شيء لا تمن فإنه يتأذى ويتألم هنا المن بمعنى الإفضال والإنعام والإحسان لقد من الله على المؤمنين كيف قال إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم عربي كهم إذ لو كان الرسول أعجميا لما ارتاح العرب في قبول الدعوة ولا نشط لها ولا نهض بها لكن لما كانت لغتهم وكان النبي من جنسهم من أشرف من أعلاهم من أفضلهم وأكرمهم بيتا هذه كل ساعدت على قبول الدعوة وحملها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عظيما جليلا من أنفسهم ويصح أن تقول من أنفسهم أي من جنسهم البشر ولا حرش لكن السياق الامتنان يدل على أنه من جنسهم العربي وهو عام رسول الله من جنس البشر أليس كذلك ما هو من عالم الملائكة ولا عالم الجن من البشر لكن هذا الامتنان هو الذي ساعدهم على النهوض بهذه رسالة وحمل هذه الدعوة إلى العالم شعروا بأنهم مسؤولون قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته من صفاته أنه يتلو عليهم آياته آيات من آيات الله الذي من عليهم بإرساله هذا أولا ويزكيهم ثانيا أن يطهر أنفسهم وقلوبهم ويطهر مشاعرهم وآدابهم أقلاقهم ونفسياتهم وكذلك فعل كثيرا ما نقول والله ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من أصحاب رسول الله في آدابهم وأخلاقهم وكمالاتهم وذلك نتيجة تزكية الرسول إلىهم زكاهم طيبهم وطهرهم في أخلاقهم وآدابهم وكل سلوكهم يشاهد ويقول ما بالوأقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا وما زال كذلك حتى قبر وأصحابهم من خيرة البشر كمالا ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه المنة الكبيرة يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة النبوية وهي مبينة للقرآن شارحة له مفسرة له وهذه الحكمة عامة تناولت الأكل والشرب واللباس والركوب والنزول والحرب والسلم وكل شؤون الحياة ما خلت منها حكمة رسول الله ما طلبت السنة في ميدام ما يدلعات إلا وجدتها وأخيراً وإن كانوا من قبله نعم وقد كانوا من قبله في ضلال المبين أي قبل البعثة النبوية كيف كان العرب كانوا وثنيين منهم من يعبد الجن ومن يعبد الأصنام والأحجار وكانوا وكانوا كغيرهم لكن الواقع أنهم كانوا في ضلال واضح بي لا يشك في عاقل من أنقذهم من هذا الضلال الله عز وجل بأي واسطة ببعثة رسوله صلى الله وسلم وما أنزله عليه من الكتاب الهدى وما وفقه له وأعانه عليه من تعليمهم وتزكيتهم وتعبيتهم حتى نموا وسعوك ملو وأصبحوا أكمل الخلق هذه الآيات الأربع أسمعكم وها مرة ثانية وتأملوا وما كان لنبي أن يغل ليس من شأن نبي يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لما يأتي به ليما لينتفع به يأتي به ليفضح به والله يأتي الرجل وعليه البعي يقول يا رسول أعني فيقول لا لقد بينت لك يا فلان هذا الذي طهر المجتمع وأصبح مجتمع أمن كامل لا خيان ولا غدر فيه ولو لهذا التعليم كيف يصبح هذا المجتمع أفضل ما كان في العالم بهذه التعليم وما كان لنبي أن يغل أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم قيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يرهمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الجواب لا هم درجات عند الله بحسب جهادهم وصبرهم وصيامهم وهو ما هم فيه مسترح درجات وإلى درجة أبي بك أعلى درجاتهم مثلا درجات عند الله والله بصير بما يعملون فيجزيهم بحسب عملهم لأن الله مطلع عليه عليم به كيف لا وهو خالقه وموجده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والعكمة فلهذا الذين يجلسون للمعلمين يجب أن يقول لهم زكوا أنفسنا لا تعلمون فقط حلقة ثانية بعد التعليم ويتزكية النفس وتهديب الأخلاق وتصحيح الآداب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفظ ذهل مبين الآن الآن وما وما دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه ففي الآية الأولى ينفي تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما يتأت صدوه عنهم الإغلال وضمن تلك وضمن تلك أن أتباع الأنبياء أو وضمن تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلوا إذا كان النبي لا يغل فأتباعه لا يغلون ولذا قرأ في السبع أن يغل بضم الياء وفتح الغين يغل أن يفعلوا أتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله حتى البقى والشاه كما يبين ذلك في الحديث قال جاء في صحيح مسلم أن أباه غيرا قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم أي لا أجد أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله يا رسول الله أعني فأقول لا أملك ذلك لا أملك لك شيئا قد بلغتك ثم ذكر الفرس أيضا والشات والنفس ورقاء وهكذا قال ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك فقال ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فأخبرهم تعالى أن من أغلى شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله حتى البقر والشاء كما بين ذلك في الحديث ثم يحاسب عليه كغيره ويجزى به كما تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر ولا تضم نفس شيئا لغناء الرب تبارك وتعالى عن الظلم ولعدله تعالى هذا مضمون الآية الأولى أما الثانية قال ينفي تعالى أن تكون حالا متبع لرضوان الله تعالى بالإيمان به ورسوله وطاعتهما بفعل الأمر واجتناب النهي كحال المتبع لصخاط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيتهما بترك الواجبات وفعل المحرمات فكانت جهنم مأواه وبئس المصير جهنم هذا معنى قوله تعالى أفى من اتبع رذوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ثم ثم ذكر تعالى أن كل من أهل الرذوان وأصحاب الصخط متفاوتون في درجاتهم عند الله بحسب أثر أعمالهم في نفوسهم قوة وضعط فقال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فدل ذلك على عدالته عدالته عدالة العليم الحكيم سبحان وتعالى هذا ما دلت عليه الآية أما الآية الأخيرة فقد تضمنت امتنان الله تعالى المؤمنين من العرب ببعثة رسوله فيهم يتلو عليهم آيات الله فيؤمنون ويكملون في إيمانهم ويزكيهم من أعوذار الشرك وظلمة الكفر بما يهديهم به ويدعوهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق وسام الآداب ويعلمهم الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمة التي هي فهم أسرار كتاب والسنة وتتجلى هذه النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة عليهم هذا معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة لقد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآيات الأربع نسأل الله أن نكون قد فهمناها وتهيئنا للعمل بما فيها لها هدايات أربع هدايات هيا نستخرجها أولا تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب من أين أخذنا هذه الهداية أنا أقول في السوق في البيت الغلول الحرام لا يحل للمه أن يغل تقول ما الدليل كيف عرفتها نقرأ الآية قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غلى يوم القيامة أصبحنا عالمين ثانيا طلب عذوان الله واجب وإلا مستحب واجب وتجنب سخطه واجب وإلا لا واجب كذلك والأول يكون بماذا يا طالب ردوان الله كيف تطلبه بماذا تطلبه بالدعاء بالإيمان وصالح الأعمال والثاني يكون بماذا بترك الشرك والمعاصر من طلب ردوان الله وأراده فباب الله ممتوح يؤمن ويعمل الصالحات التي يفعل الأوامر وترك المناعي ويجتنب الشرك والمعاصر ويطرقهما ثالثا الإسلام أكبر نعمة وإلا لا كيف عرفنا أنه أكبر نعمة لأن الله امتن على الناس به لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه مصول من أنفسهم فالإسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها كيف نشكرها قال بالعمل بالإسلام والتقيد بشرائه وأحكامه فإن لم نعمل بالإسلام ولم نتقيد بشرائه أحكامه ما شكرنا كفرنا النعمة رابعا فضل العلم بالكتاب والسنة منين أخذ هذا الهدى يعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم معاشر المستمعين والمستمعات عرفنا بما اغتفع شأن العرب وعلى وساد وقاد وإن لا بماذا باجتماعهم بين يدي رسول الله وتعلمهم الكتاب والحكم وتزكية أنفسهم فإذا أراد العالم الإسلامي الآن في أي مكان كيف يصلون إلى ذلك المستوطر والله لا طريق إلا هذا أن يجتمع على كتاب الله وسنة رسوله وأن المربي أو المعلم يعمل على تزكية نفوسهم وتهذيب أرواحهم وأداب وأخلاقهم والدليل والبرهنة واضحة من يوم أن أعرض العالم الإسلامي وعلى رأسه العرب بالذات أهل الأمانة وأصحاب هذه الرسالة وأهل هذه المنة من يوم أن أعرضوها بطه من يرفعهم حاولوا الاشتراكية أن ترفعهم رفعتهم ما رفعتهم حاولوا الديمقراطية وتبجحوا بها رفعتهم ما رفعتهم حاولوا الوطنيات الإقليمية العروبة هل رفعتهم والله ما رفعتهم فما الذي يرفع من ربط إلى أن يعود إلى علياء الكمال هالكتاب والسنة وهو ما نقوله طول السنة أهل القرية يلتزمون باجتماعهم بنسائهم وأطفالهم كل ليلة في بيت ربهم من المغرب إلى العيشة وطول العام أهل المدن كل حي من أحياء المدينة قليل أو كثير يجتمعون اجتماعنا هذا النساء وراء الستارة والأطفال دونهم والفحول أمامهم والمعلم يعلم الكتاب والحكم هل هناك طريق سوى هذا والله ما وجد أقسم بالله هذا هو الطريق الوحيد الذي يهذب النفوس فإذا تهذبت النفوس قل بل انتهى الغل والغش والحسد والسرقة والخيانة والإسراف والكبر والكذيب وكل مظاهر الهبوط تنتهي أو ما تنتهي والله لا تنتهي في سنة الله الطعام يشبع والما يروي والحديد يقطع والناه تحرق واتباع كتاب السنة ما تهذب ولا تزكي ولا تؤذب مستحيل فماذا نصنع على العلماء أن ينهضوا بهذا الواجب يأتون إلى القرى ويصيحون في آلية تعالوا إلى المسجد هاتوا أطالكم ونساكم في مكبرات صوت يسمعنا وهن وراء السطارة ويلزم القرية الشهرين والثلاثة والسنة حتى يجتمي أهلها وهكذا فجأة وإذا بذلك الإقليم في العالم الإسلامي أصبح كأنه في عهد النبوة الطهو والصفاء والنقاء والكمال بأتم معناه وهذه سنة الله التي لا تتخلف هذا والله تعالى أسأل أن يوفق علماءنا للنهوض بهذا الواجب وصلى الله على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطرعون ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عجب هذا الكلام ولا لا ما هذه الفصاحة ما هذا البيان ومع هذا يقرؤونه على الموت ولا يفقهون منه شيئا صويفوا بكيد العدو مرة ثانية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموتة إن كنتم صادقين هذا الله جل جلاله هذا الرحمن الرحيم هذا منزل القرآن العظيم يخاطب أصحاب رسول الله والمؤمنين الحمد لله فيقول أولما أصابتكم مصيبة والمصيبة آخرها الموت كل بلا كل ما يوذي الإنسان في بدني في مالي في عرضي مصيبة ولكن نهاية المصيبة الموت هذه المصيبة التي يذكرهم بها هي ما قتل من المؤمنين في أحد إذ استشهد سبعون على رأسهم حمزة عم رسول الله قد أصبتم مثليها في بدر إذ المسلمون في غزوة بدر قاتلوا سبعين وأسروا سبعين وهل يطلق على الأسرى قتل أي نعم لأن الآسر لإنسان يصبح فيه قبضة إن شاء قتله وإن شاء تركه الآسر الذي يأسر غيره لما يأسر يصبح ذلك كالميت في من ينكر عليه قتله يقتله يقتله قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف كيف نصاب كيف نقتل كيف ننهزم ونحن مؤمنون ونجاد في سبيل الله ومعنا رسول الله كيف هذا تركهم الله ولم يجيبهم عن سؤالهم وقال لرسوله أجبهم أن تأخذ قل هو من عند الله قل هو من عند أنفسكم تساءلتم كيف هذا كيف ننهزم كيف نقتل كيف وكيف ونحن المؤمنون المجاهدون في سبيل الله وفي حذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فقال له قل يا رسولنا هو الذي أصابكم من عند أنفسكم لا من عند الله كيف من عند أنفسهم هم الذين تركوا أنفسهم للعدو يذبحهم يقتلهم الجواب لأنكم عصايتم رسول الله وخرجتم عن طاعته مغترين بإيمانكم وكونكم تجاهلون في سبيل الله ونسيتم أن لله سنن لا تتبدل الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم لما أعد عدته وصفف رجاله ورضع رمات على جبل الرما نصح لهم لا تنزل على جبل ترون ترون منا ما ترون من نص هذه لكن الشيطان زين لهم وأن المشركين انهزموا ونساء هاربات في الأودية والمجاهدون يغنمون انزلوا فنازلوا فخلاء فخلاء جبل الرما فاحتله قائد المشركين خالد بن وليد وصب عليهم البلاء ووقعوا بين فك مقراض السهام من هنا والسيوف من هناك فكانت الهزيمة إذن قل لهم يا رسول ما هو من عند أنفسكم صح هذا ولا لا والمسلمون اليوم لماذا لا يفكرون بهذا التذكير هل الذي أصاب المسلمين من الفرق والضعف والعجز كان نتيجة ذنوبهم أو كان قدرا مقدرا ما أطاعوا الله ورسوله وهم متعرضون لبلاء لا يعلمه إلا الله إلا أن يتداركهم الله بتوبة آجلة والتوبة في هذه الأيام أيسى ما تكون تقارب الزمان والمكان يستطيع العالم الإسلام يعقد مؤتمرا في المدينة في أقل من عشر ساعات أما الزمن الأول كيف يأتي الولاة من أقصى الشرق والغرب يحتاجون إلى ست أشهر كانوا يجتمعون مرة في الحج الآن الكلمة الكلمة واحدة إذا قال إمام المسلمين الله أكبر سمعها النساء والرجال فالشرق والغرب والشهاد عندنا يا عباد الله يا إماء الله احذروا الذنوب والمعاصي فإنها تجلب الخزي والعار تجلب الذل والدمار تجلب الفقر والبلاء ولا تقول يكفي أننا مؤمن ما يكفي ما أنتم بأفضل من أصحاب رسول الله إن الله على كل شيء قد على فعل كل شيء قد ومن فعله أنه رابط الأسباب بمسبباتها فلما رفضتم هذا السبب وألغيتم إذا أصابكم الذي أصاب وقال تعالى وما أصابكم يوم تقى الجمعان يذكرهم الجمعان هو جمع الكفر وجمع الإيمان أين ألسق الجمعان في سفع أحد وراءنا جمع المؤمنين وجمع المشركين المؤمنون قائدهم رسول الله والمشركون قائدهم أبو سفيان وما أصابكم يوم التقى الجمعان من الجراحات والقاتل والهرب فبإذن الله نعم ما تم بغير إرادة الله وتعليم وإذنه تم وفق سنن الله عز وجل وليعلم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا هذا علم ظهور أما علم الغيب فهو قد كتبه وعلم قبل أن يخلق الكون لكن ليظهر ذلك للعيان ليعلم الذي المؤمنين بحق وصدق هو يعلم أيضا الذين نافقوا أظهر الإيمان بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم وهم جماعة ابن أبي وقد عادوا من الطريق وهم ثلاث مئة لو لا هذه الحرب كيف يعرف المنافقون من المؤمنين المؤمنون قبل الفتنة أيضا ما تدري ها نحن الآن مؤمنون ولا لا لو يبتلين الله ببلية لا قدر الله يظهر المؤمن الصادق من غير المؤمن صادق ذاك لو أراد الله تطهير نا كما أراد تطهير أصحاب الرسول ليحملوا رسالة الحق إلى العالم أجمع أما نحن لا وزن لنا ولا قيمة قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعال وقاتلوا في سبيل أو يدفعوا المعار عن أزواجكم وأولادكم وأموالكم والقائل هو عبد الله ابن حرام شهيد أحد والد جابر ابن عبد الله لما أدبر المنافقون عائدين على رأس بن أبي قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وإن لم تريدون سبيل الله لنفاقكم ادفعوا أنفسكم عن أولادكم وأزواجكم هذا الجيش العرام إذا انهزم المؤمنون في إحد سوف يدخلون المدينة ويفعلون العاجيب إن لم تقاتلوا في سبيل الله لمرض قلوبكم ادفعوا العدو عن نسائكم وأولادكم وأموالكم كلمة حكيم ولهذا دونها الله وسجلا رضي الله تعالى نوضا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هذه كلمة من رئيس المنافقين ومن ما وهذا المنطق يوجد في كل زمان ومكان لو نعلم قتالا لاتبعناك لك ما في قتال ما أنتم أهل لأن تقاتلوا قلنا لكم ابقوا في المدينة وقاتلوا في داخلها وأبيتم وخرجتم تريدون القتال لن تستطيعوا العدو أكثر منكم ولا تقاتلوا فلهذا ما نخرج نعود لكن لو كان مومنا يقول هذا كلام يا رسول الله سلام قالوا لو نعلم قتالا يقع بالفعل لخارجنا لكن ما فيه قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان إيوالله القائلون هذا القول وعلى رأسهم ابن أبي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان إيوالله يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ويخفون ويجهدون يظنون أن الله غير مطلع على قلوبهم فيتبجحون بالكلام الفارغ والله مطلع على ما في قلوبهم قال تعالى في بيان حالهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قالوا لإخوانهم لا تخرجوا اطركوه يموت ويصحبوه اقعدوا لو أطاعون ما قتل هذا الكلام في ديارهم في مجالسهم في المدينة في يوم المعركة فلان 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 مات قلنا له ما تخرج لا تقاتل معه فأبى إلا وأن يقاتل إذا فمات لو أطاعون ما قتلوا قال تعالى ما يد عليهم ما هم أهل ذلك قال لرسوله قل يا رسولنا فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين سيأتيكم الموت ولا لا ادفعوا عن أنفسكم لو كنتم صادقين لكنهم كاذبون هذا المستوى هذا المستوى الهاضط سببه ضعف الإيمان وظلمة النفاق التي تغطي على القلب وتغطي على الحواس نعوذ بالله من النفاق درس عجيب هذا ولنا يقرأوا يقرأوا على أهل المدينة صالحيهم وفاسدهم ويخلد هذا الذكر إلى يوم القيامة أي نسمع بعد ما علمنا الآن أعيد التلاوة للآيات أولما أصابتكم مصيبة مصيبة عظيمة بالحقيقة قد أصبتم مثليها كيف قاتلوا سبعين وأسعوا سبعين في ماذا منذ سنتين قلتم أن هذا أي يعني كيف نصاب كيف وكيف الله ما يود عليهم قال لرسوله قول هو من عندي أنفسكم الذي أصابكم من الخزي والانكصاء والقتل من أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قريب وما أصابكم يوم التقى الجمعان أين التقى الجمعان في أحد فبإذن الله أولا وليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين الذين نافقوا ليكشف استطار عن الغموض الخفايا لأنه يربي أولياءه قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي خرجنا معكم إلى المعركة في أحد لكن ما نعلم أنه هناك يكذبون وإلا عزم الرسول وتصميمه لا يمكن أن يخرج ويعود ولا يقاتل لكن أنفاق المرض يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم هم للكفر يوم إذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم سبحان الله كأن هذا بين الناس لا يتكلم بلسان ويقول وفي قلبه غير الذي يقول وكل لسان يستطيع هذا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا ما خرجوا ماذا قال لهم لو أطاعون ما قتلوا هذا كلام تم في بيوتهم وهم يتعشون يتغدون لو أطاعنا فلا فلان ما يقتل لكن ما أطاعنا خرج من ومشى مع هذا الرجل إذن قال تعالى لرسول يقول لهم ادرأوا ادفر عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن يستطيعون إذا دقت الساعة وحل الأجل فيه من يمنع الموت مستحيل إذن زيادة في البيان معنى الآيات قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائل المؤمنين ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة أحداء ففي الآية الأولى ينكر الله تعالى على المؤمنين قولهم بعد أن أصابت مصيبة القتل والجراحات والهزيمة أنها هذا أي من أي وجه جاءت هذه المصيبة ونحن المسلمون ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة بأحد قد أصبتم مثليها ببدر لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان سبلين وما قتل من المشركين ببدر كان سبلين قتيلا وسبعين أسيرا وبينت لكم أن الأسير في حكم الميت الأسير إن شاء قتل من أسأه قال وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قل هو من عند أنفسكم وذلك بمعصيتكم لرسول الله حيث خالف الرمات أمر وبعدم صبركم إذ فاروتم من المعركة تاركين القتال إذ تصعدون ولا تلون على أحد وقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير إشعار إعلام بأن الله تعالى أصابهم بما أصابهم به عقوب لهم حيث لم يطيعوا رسوله ولم يصبروا على قتال أعدائه هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الآيات الثلاث بعدها فقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين يخبر تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع المشركين في ساحة المعاركة كان بقضاء الله وتدبيره وعلته إظهار المؤمنين على صورتهم الباطنية الحق وأنهم صادقون في إيمانهم وإذا قال تعالى وليعلم المؤمنين علم انكشاف وظهور كما هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور هذا أولا وثانيا ليعلم الذين نافقوا فأظهر الإيمان والولاء لله والرسول والمؤمنين ثم أبطن الكفر والعياذ بالله ثم أبطن الكفر والعداء لله ورسوله والمؤمنين فقال عنه في الآيتين الثالثة والرابعة وليعلم الذين نافقوا وهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وعصابته الذين راجعوا من الطريق قبل الوصول إلى ساحة المعاردة وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر هذا كم يوم أو سنة جاء السيل في وادي حجل فجرف فوجدوه دمه يسيل كأنه لا نسو الله أكبر هذا عبد الله بن حرام قال وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جابر تعالوا فقاتلوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء ثواب الآخرة وإن لم تريد ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معرة جيش غاز يريد قتلكم إذ وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويتهو عنا خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين لو نعلم قتالا يتم لاتبعناكم يتنهون وصيب أنه ما يقاتل تعلموا ما تسمعون من إخوانكم من عبارات من هذا النوع هذا النوع هذا النوع الآن عام في البشرية إلا من أرحم الله كيف تتم هذه الرحمة تتم للذين تربوا في حجور الصالحين لازم بيوت الله الليل والنهار يتلقون الكتاب والحكم أما هذا الجهل العام لا ينتج عنه إلا الأباطيل والطرعات والأقاويل وحسبكم أن تسمعوا إذا عات العالم وتقعوا صحف الدنيا لا لا تسمعون مجالسنا هذا كذا هذا كذا هذا بي كذا لو قال كذا لا إله إلا الله ولا لهم قال وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جاب تعالى قاتلوا في سبيل الله رجاء وطمع ثواب الآخرة وإن لم تريد ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معارة جيش غاز يريد قتلكم إذ وقوفكم معنا في صفوف يكثر سوادنا ويدفر عنا خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين لو نعلم قتالا يتم لاتبعناكم فأخبر تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال هم للكفر أقرب منهم إلى الإيمان في ذاك الموقف لما قالوا هذه الكلمة هم إلى الكفر أقرب الإيمان إذ لا يقول هذا إلا من هو كالكافر قالا إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ويخفون حتى من أنفسهم يعلم أنهم يكتمون عداوة الله ورسوله والمؤمنين وإرادة السوء بالمؤمنين وأن قلوبهم مع الكافرين الغازين ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد في أحد وقالوا لإخوانهم في النفاق لا في القرابة والنسب وهم في مجالسهم الخاصة قالوا لو أنهم قعدوا فلم يخرجوا كما لم نخرج نحن ما قتلوا فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قائلا فادرأوا أن يدفعوا عن أنفسكم الموت إلى حرى أجلكم إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا سبحان الله سبحان الله العظيم أرأيتم كيف ما يرد الله على الهابطين يوكل الرسول قل لهم ما هم أهل لأن يعلمهم الله لكن لو كان مع أولياء الله الله يتولى قال من هداية الآيات الأرقام الأربعة أولا المصائب ثمرة الذنوب ما من عبد أو آمى يذنب ذنبا إلا وسوف يلقى ثمرة ألم في نفسه ماض في جسمه حاجة تصيبه سنة الله عز وجل ومن شك الآن في المجلس يصفع أخاه صفع ادفع وينظر تحصل الثمر الذي لولنا على الفور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كان الصالحون في الزمان الأول يقول أحدهم أنا إذا عثرت دابتي التي أركبها أعرف أن هناك ذنبا أبحث ماذا فعل فيما قصرت ها الداب فرس وإلى جمل وإلى حمار يركب وإذا بيعط الحمار يكاد يسقط راكبه لم لا بد من ذنب فأبحث أفكر أجد الذنب ما الذنب هذا ما يأخذ به المر ويعاقب مأخوذ من ذنب الفرس من ذنب الحمار إذا هرب أمام الحمار منين تأخذ من ذنب ولا والذنب ما يواحد به المر ما هي الذنوب معصية الله والرسول إذا أمرك سيدك ولويت راسك وما فعلت أذنبت انتظر الجزا نهاك سيدك ألا تقول أو لا تفعل فأبيت إلا أن تقول أو تفعل أذنبت هي نعم انتظر الجزا وهكذا وفي الحديث مام مصيبة إلا بذنب ممكن نستدل على هذه القاعدة بغزوة حدوة رجال ربان يرون مؤمنون على رأصهم أبو بكر وعمر عثمان وعلي وعواء يصابون بكارث وهزيم ما شاهدوا رسول يشج رأصه تكسر باية الدماء يسيل بسبب ماذا لا شيء معصية رسول الله ومن هنا لمستعمر العالم الإسلامي وأذل وأهين لمعصيتهم لماذا ذل المؤمنون في فلسطين وهزموا أمام حفن من اليهود بمعصيهم لماذا الآن المؤمنون في البوسنة والهرسك وغيرها يذوقون أشد العذاب وآلمه وأفضع الفضائح ولماذا ذنوبنا سببت لهم ذلك وذنوبهم قبل ذنوبنا ما ننسى كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله لا يوجد حادث في الكون ولو اقتلع شجرة أو قاطع أصبع أو صفعة إنسان في خده لا يوجد حادث في العالم إلا وقد سبق علم الله به وهو الذي قدروا على تلك نفية وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر المؤمنون بالقضاء والقدر حقا هم الذين لا يحجمون ولا يجبنون ولا يتخلفون لعلمهم أن ما كتبه الله سوف يكون والذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر أو آمنوا بهم لا يعرفونه هم الذين يجبنون ما يستطيع يتصدق خاف يفق ما يستطيع جاري خاف يموت ما يستطيع كلمة حق خشية أن يصفع نسي أن ما كتب الله سوف يكون واستغل هذا أعداء الإسلام من غلات اليهودية والنصرانية وقالوا مسلمون أخرهم إيمانه بالقضاء والقدر وتبجحوا بهذا وكتبوا الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يكسب أهله الشجاعة والإقدام لعلمهم أنه إن كتب الله موته الآن سوف يموت لما يتأخر ذا عن المعركة وخوضها كل الأحداث التي تتم في العالم بكامله سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه وقد بينا وأكثر الحاضرين ما سمعوا هذا الذي يوسوس له الشيطان في قضية القضاء والقدر أو ما يعرف قلنا اسم في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم كان الله ولم يكن شيئا قبله أول ما خلق الله القلم قال اكتب فكتب قال ما أكتب قال اكتب كل ما هو كائن فكل ما كان ويكون قد سبق أن كتب ووالله لن يتأخر أبدا ولن يتقدم ولن يتأخر لا في الصيف ولا في الجسم ولا في الكمية ولا في أبدا يقع كما هو أعرفتم هذه بيانها قلنا لهم إن المهندس المعمارية يجلس على كرسيه والطاول بين يديه وتقول لو أريد إن شاء فل أو فل تبهتم أو عمار كذا فيرسمها لك على ورقة نوافذها لا تتغير المفاتيح أسلاك الكهربة كل ما فيه بين يديك في ورقة فإن كنت قادر على تنفيذ ذلك يتم ذلك الذي كتبه في الورقة كما هو في الواقع هذا واقع ولا لا إذن ولله المثل الأعلى فالله لما أراد أن يخلق الخالق كتب ما أراده على تلك الورقة ذلكم اللوح المحبوض ذلكم كتاب المقادير لا قلت إذن ما هناك حاجة إلى أن نعمل هذا وحي الشيطة في الباقع قالوا إذن ما فائدة العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له إن خلقك الله للجنة فسوف يوجد في نفسك الرغبة في طلبها والسعي للحصول عليها ويسر لك أمر طلبها والحصول له لطيفة ورد من سره أي أفرحه وأثلج صدره أن ينسأ في أجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه الجاهل والغافي يقول إيش هذا كيف ينتقط ما كتب الله وقدر والجواب معشر المستميع المستمعات لما أراد أن يكتب كتب أن عمرك يا عبد الله سبعون سنة ولكن سوف تبر بوالديك وتصل أرحامك فزيدوه عشرين سنة خلوها تسعين يكتب هكذا رزقك كان خمسين قطار بيض خمسين قطار لحم خمسين قطار فول وإلى بصل مدة العمر وسوف يبر هذا بوالديه ويصل رحمه خلوها سبعين سبعين من صره أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه فإذا رأيتك تواصل الصيلة علمت أنك زيد في عمرك وزيد في رزقك قال كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه ولطيفة أخرى والله لو لهذا النظام العجيب ما تبقى الحياة سنة واحدة ويرتطن بعضها ببعض عرفتم ولا لا لكن بدقة التنظيم ماضعة آلاف السنين ومن أبرز المظاهر فيها فقط انظر إلى إخوانك في الحلقة هل تجد اثنين لا يميز بينهما لا يوجد لو جماعة البشرية كلها كل إنسان له صورة الخاصة به وميزة تميز بها أي علم أعظم من هذا وأي حكم أكثر قال ثالثا قد يقول المرء قولا أو يظن ظن يصبح به على حافة هاوية الكفر من أين أخذنا هذا قد يقول المرء قولا أو يظن ظن يصبح به على حافة الكفر وإلى لا هل دل عليه قوله تعالى هم للكفر يومين أقربوا من الإيمان لما قالوا لو عالمنا قتال لخرجنا معكم قالوا لو نعلموا قتالا لا اتمنى لكم في هذا الحال هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان إذن قد يقول المرء قولا كلمة يصبح بها أقرب والله إلى الكفر منه للإيمان وهذا مشاهد عندنا أو بيننا وتشاهدون أروا رابعا وأخيرا الحذر لا يدفع القدر أو يدفع الحذر لا يدفع القدر دليله قل فضعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين حذرتم ألا تموتوا والله تموتوا ولكن كما تقدم أن الحذر لا بد منه أمر الله به احذر عبد الله واستعمل سنن الله واعلم أن ما قدعه الله سوف يكون فترتاح نفسك وتطيب وتقدم ولا تحجج ولا تخاف ولا تجبن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن ولا تحسبن من يحسبن من يحسبن من القائل هذا الكلام الله من هو الله الذي خلقنا وازقنا ووهبنا عقولنا وأسمعنا وأبصارنا وخلق كل شيء في دنيان من أجلنا كيف لا نعرف كيف لا نحمد كيف لا نشكر الحمد لله أننا عرفنا وآمنا به وها نحن نسمع كلامه ونتدبره وبلايين من الإنس والجن ما عرفوا ولا آمنوا ولا سمعوا كلامه ولا عرفوا مراده من خلقه وحياة البشر أبدا صح لولئين أولئك شر الخلق هل يوجد من الناس من القردة والخنازيه أخير منه إيه والغاية هل يوجد من الخلق من البشر من الكلاب والقرادة والحيات والثعابين أخير منه إيه نعم من هم الذين كفروا بالله والقائه ما الدليل يا شيخ اقرأوا أو اسمعوا أقرأ قول الله تعالى من صوات البينا اسم هذا البيان إن الذين كفروا من أهل كتابي والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة البريئة فعيلة بمعنى مفعولة أي شر الخليقة ولما كان شر الخليقة أسألك بالله يا سامعي لو أن شخصا في بيتك أنت صنعته لا 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 أنت داويته وشفيته وأنت تطعمه وتسقيه وأنت تأكله وتحفظه وتحط بين أيديك كل ما يحتاج إليه وهو لا يملك شيئا ثم لا يعترف بوجودك ولا يذكرك بخير ولا يطيع لك أمر كيف تنظر إليه والله الشر من الخنازير لعل أهل البربرية غير مفهومة أعيد لو أن إنسانا في بيتك كان كاد يموت شفاء داويته وشفي وأصبح يأكل ويشرب وأنت تغذق عليه الطعام والشرب واللباس وتصلح فراشا وتقدم له النور والضوء ولا يذكرك ولا يحبك ولا يطيعك في أمر أسألك بالله كيف تقدره ما تعرف شر الخلق ولا تود أن تنظر إليه أبدا ولا تسمع كلامه والذين كفأوا من الكتاب والمشركين أما خلقهم الله أما رزقهم الله أما خلق الحياة من أجلهم أما أما ثم يكفرون به ولا يذكرونه ولا يحبونه ولا يطيعون أمان له ولا ولا كيف هؤلاء شر الخليق ولا لا الذي ينكر هذا لا عقل له هذا بيان الله إن الذين كفأوا أي بالله ولقائه أي بالله ورسوله بالله وكتابه هؤلاء ما مصيرهم لا إن الذين كفأوا من الكتاب والمشركين ما لهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك البعداء هم شر البري والبرية والبرية بمعنى واحد عرفتم من شر الخليقة كيف لهم بالله والمعنى كيف تحب أنت إذن الله جل جلاله وليسمح وليسمح لنا أن نتكلم عنه ما نحن أهل لأن نتكلم عن الله والله لولا منته وإحسان ورحمته من نعنب حتى نذكر حتى اسمه بينا هذه القضية والغافلون غافلون عرفنا عجائز عجوز تكه أخرى ما تسمح لأن تذكر اسمها تعرفون هذا والله فيما بينكم إذا أبغض قل لا تذكر اسمي أنا أجل من أن تذكر اسمي أنت والله عز وجل أبن لنا في ذكره فأذكر الله ذكرا كثيرا ونتحدث عنه ونتكلم قال وأمر وأوجد ونحن ماذا تعرفون ما نحن شيء وإلى لا جبريل عليه السلام رسول الوحي له ست مئة جنات لما تجلى في الأفق سده والرسول يشاهد الملك الذي أخذ سده معمو أمود من الأرض وقال بها نحن ماذا ذباب وإلا بعوض وماذا شيء ومع هذا نعصي الله ونكفو به أعوذ بالله يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع إياك أعني واسمع إيا جاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحجأوا عند ربهم وأمة الرسول تابعة له فيا أيها المؤمن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا ما هم بأموات وحراما تقول أموات كيف جاء من صورة البقى وقول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قول شهيد ما تقول ميت وهذه الآية آخر ما نزل في حادثة أحد أو معركة أحد فلما استشهد من استشهد وهم سبعون أربع من المهاجرين والباقون من الأنصار قال تعالى لرسوله ولأصحابه المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزقون البحثنا ما سبيل الله ما هي سبيل الله التي ماتوا فيها ما الطريق الذي يوصل إلى رضا الله فماتوا فيه الجواب أنهم قاتلوا المشركين من أجل أن يعبد الله وحده ومن أجل أن تسود شريعته ويعلو سلطانه وينفذ حكمه من أجل إصلاح البشرية وإسعادها لا أن الله في حاجة إلى هذا في سبيل الله فالطريق الموصل إلى رضا الله ومن رضيه الله أسكنه في جوابه دخل الجنة في سبيل الله هنا والجمع كثير نتكلم بكلمة سياسية وبعض الإخوان قالوا لا ما هي السياسة تدون السياسة المحرمة ما هي القول الذي يسبب آداء إمام المسلمين أو يسبب سقوط حكومته أو يسبب إثار فتنة بين مواطني أو محكومي ذاك المحرم الممنوع هل تفهمنا باللغة السياسة الممنوع المحرمة هي التي تؤدي إلى إثار فتنة ضد إمام المسلمين أو ضد أمته ومن يسود منكم أو توجد بلاء ومرض وسوء هذا حهاماً يقوله المؤمن لا في المسجد ولا في بيتي ولا حتى في المرحاض والحمام والآن الحمد لله أكثر من أربعين سنة ونحن نقول اسم يا عبد الله الكلمة التي لا تستطيع أن تقولها في المسجد لا تقولها في البيت والتي لا تقولها في غير البيت ومعنى هذا أننا نتكلم بما فيه رضا الله وما كان فيه صخط وغضب الله لا ننطق به ولو كنا في أنفسنا ما معنا أحد والمنطلق الذي انطلقنا منه هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أستاذ الحكمة ومعلميها من كان منكم يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت فكلمة سوء تحتيث المساء فيه نفس إنسان فقط ما هو في أمة حراماً تقال أبداً لأننا محرم علينا الأذاء لا يحل لمومن أن يوذي مومناً ولو بنظر شزراء أبداً كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله وها أنتم ترون كيف تنهش الأعراض وكيف السب والتعيير والشتم وكيف 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 ما سبب هذا سببه ما عرفوا ما علموا ما تربوا في حجور الصالحين كيف يكملون ويسعدون بدون ما تربية الكلمة كلمة الوقت هذه الجماعات الضاية في البلاد الإسلامية التي تطالب بالحكم والجهاد إياهم أن يفهموا أن فور على حاكم تسسسبب في القتل والدماء أنه جهاد في سبيل الله هذا والله ما هو بجهاد سبيل الله لعل مسحور أو موهوم الجهاد هو القتال بين المسلمين والكافرين وهذه نصوص أهل العلم لا تفهمنا أن الجهاد يتم بين فئتين من المسلمين الجهاد الذي هو سبيل الله يتم بين المسلمين والكافرين إما المسلمون يدعون الكافرين لإنقاذهم وإسعادهم وإما الكافرين اعتدوا وظلموا وأرادوا تمزيق المسلمين وإصطاط وجودهم بدون هذا لا جهاد في سبيل الله هذا القيد الآن المستمعون ومستمعات فهموا هذه الكلمة لا يكون جهاد في سبيل الله إلا إذا كان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال وما يسبب من الهمج والشر والخبث والفساد أي من أجل أن يعبد الله عز وجل وهذا جهاد رسول الله عشر سنوات كان يجاهد في المسلمين يجاهد من جهاد أصحابه لما خرجوا من الجزية بعدما فتحت وأظل ترايت ليلة أين قاتلوا قاتلوا المجوس قاتلوا كفار المشركين باختصار الذين يموتون في المعركة الدائرة بين المسلمين والكافرين هؤلاء يسمون بالشهداء ولا يقالوا فيهم موتع ولا أهوات ويُدفنون في ثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ما هم في حاجة إلى هذا ومن جرح في المعركة وما مات فيها يجري عليهم ما يجري على باقي المسلمين لكن الذين يسقطون في الميدان أولا يجب أن تقول شهداء وحرام أن تحسبهم أمواتا بل محياء ولا يغسلون ولا يكفنون ويُدفنون بدمائهم في ثيابهم هؤلاء المجاهدون منهم الذين ساقطوا في معركة دائرة بين المسلمين وبين الكافرين معدى ذلك لا يوجد شيء اسم جهاد في سبيل الله فعلموا الذين يطالبون بالحكم الحاكمية تبات وهم يورطون أنفسهم ويورطون المسلمين بأن هذا المسلك باطل وحرام وإن أرادوا الفوز بالجهاد فليبايعوا إماما في إقليم ما ويرفع آية لا إله إلا الله ويقيم دين الله وإن شئتم زور بلاده تتجلى أنواع الإسلام والإيمان العدل والإخاء والمودة والحب الولاء والطهو والصفاء هذا الإمام إذا حمل الغاية وقال نزحف ما هي الدولة المجاورة لنا على حدودنا اليونان بسم الله إيطاليا بسم الله تجاوزنا بلغاريا وهكذا ليس من جهاد إلا هذا في الإسلام ومن تململ قال وكيف كيف نحكم بغير الشريعة تحكم بغير الشريعة أسألك بالله هناك حاكم ألزمك بأن تسب الله والرسول فأنت تسب هناك حاكم قال لو أراك تصلي يدى بحدها موجود لو رأاك صائما لسقاك السم حتى تفصل وجدك في بيتك أخرجك أنت وامرأتك أخرجا لا نرى الإسلام ولا الحجاب هل حصل هذا آه قولوا أين الجهاد ثم تجاهدون والأرض يهابط شاهدوا هبوط إخوانكم التلصص الخيان الكريب الزنا الفجو الرباء السفول الهبوط لا أخلاق أكثر الأم هكذا نازلة وتتفكر طهر طيب داوي عالج صحح وفي قدرتك هذا تأتي إلى أخيك وتضمه إلى صدرك وتقول له أسألك بالله أن لا تقول مرة هذه الكلمة وأنت مسلم أسألك بالله أن لا تقف غدا هذا الموقف في معصيك هذه هذا هو الطريق حتى نكون على علم الله جل جل جلاله يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ عَرَفْنَا سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا مَا أَزِلْنَا مُمْكِنْ مَا فَهِمْنَا سَبِيلَهِ الطريق الموصل إلى رضا الله ما الطريق الموصل إلى رضا الله أن يعبد الله بما شرع إذ هذه العبادة سرها تزكية النفس وتطهيرها ومن زكت نفسه وطابت وطهرت لا يليق به العالم السفلي ولكن العالم العلوي أهل جنة دار السلام قال بل أحياء بل هم أحياء عند ربهم يرزقون يأكلون ويشربون هيا نسمع هذه الحديث قال روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر وورد في حواصل طير خضر والحواصل الجوف جم حصيلة أو حوصلة ترد أنهار الجنة ترد لتشرب في أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلق في ظل العرش فلما وجدوا فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقامهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحيا في الجنة نهزق ليلة نهزق لأن لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى آن أبلغهم عنكم فأنزل ولا تحسبن الآية الشهداء في أحد لما وجدوا الحياة السعيدة والطعام والشواب والأنواع والنعيم قالوا آه من يبلغ عنا إخواننا في الدنيا أننا ما مثنا إننا أحيا نوزق في هذا النعيم المقيم فقال الله أنا أبلغ إخوانكم أبلغ ويلنا هذه هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا عند ربهم يوزقون قال مما ورد في فضل الشهداء أن الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إلا الدين الشهيد من هو الشهيد ها الذين سقطوا في مصر والجزائر والعراق والشام لأنهم يطالبون بالحاكمية هم الشهداء أو ما زلنا ما وثقنا الشهيد من وقع في معركة دائرة بين المسلمين والكافرين فقط أما بين المسلمين فيما بينهم هذه الفثنة وهذا البغي وهذا العدوان وهذا الظلم والفساد نتيجة الجال بالله وبمحابه ومصاخطه الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أي دين هذا الحقوق أي ما حق لإنسان عليك إن سقطت شهيدا فإنه لا يغفى لك يطالب صاحبه يوم القيامة ويأخذ من حسناتك أو يضع من سيئاته عليك الدين يضاف إليه كل حق من حقوق المسلمين هذا صفعته هذا أخذت ماله هذا شتمته هذا هذه الحقوق ما تغفى لما هؤلاء أولياء الله وإلى لا وأنت وليه كيف يتنازل الله عن أذى أوليائه وأنت واحد منهم أنت ما تغضى فلابد وأن يأخذ كل ذي حق عقق المسلمين أما الذنوب دون الدين والحقوق ممحوا من أول يدفع قال ثالثا غوى الترميذي وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد عند الله ست خصال للشهيد عند الله ست خصال ما هي قال يغفى له أول دفع من دمه يخرج يغفى له ثانيا ويرى مقعده من الجنة بمجرد ما تخذ جوحه شاهده ولا في قبره ثالثا يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجا من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه الآن الذين ماتوا لنا في فلسطين وفي كذا وكذا شهداء يعني كم يأخذون هاتوا لا شيء لا شيء هيا نقتل اليهود ندخل الجنة نكون شهداء الآن إخواننا أيضا ينتحرون يلبس حزام من متفجرات ويموت في سبيل الله هذا سبيل الله ما هو سبيل الله الطريق الموصل إلى رذوان الله ما هو أن يعبد الرحمن وحده ولا يعبد سواه وأن تسود شريعته بين عباده لتزكو البشرية وتطيب وتقرر نعود إلى إخواننا الفلسطينيين ما زلت إلا أن أطالبهم والله بما أن العرب تخلوا عنهم والمسلمون لو بايعوا إماما له عرفتم اختاروا عبدا صالحا وأنحازوا إلى مكان ما وأخذوا يتجمعون يتجمعون ويعبدون الله ويتربون على حب الله وطاعته عام بعد عام وإذا بهم أولياء الله لا غش لا حسد لا كبر لا جهل لا شرك لا ظلم لا باطل أولياء الله سبع سنين أصبحوا أولياء الله وحملوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أي من أجل أن يعبد الله وحده هنا وأن يتابع رسول الله وحده دون سواه وقالوا الله أكبر والله لهرب اليهود وأشاردوا يحولهم الله إلى بهايم ويعبدون الله عز وجل يكفي لا تتسع دائرة البلاد ينشرون الهدى والرحمة والخير جهاد متواصل لإدخال البشرية في رحمة الله هذا هو الجهاد يا شيخ بلغت ما الذي كيف نفهم هذا انظر على الشاشة أمامك تشاهد كم إقليم استقل لنا ومات فيه رجالنا ونساؤنا قولوا قولوا نيف وأربعون من أندونيسي إلى مويتانيا لو كانوا كما نعلم الآن وعافوا الله وآدوا أن يعبد لما تستقل البلاد لما تستقل البلاد تلوح أنواع الهداية الإلهية في البلاد تقام الصلاة تجبى الزكاة يؤمر بالمعوف ينهى عن المنكر يطبق شع الله كما هو لكن لما ما أراد هذا أراد السلطة والحكم فقط للمال والتصلط والله ما أقيمت الصلاة في بلد هذا جهاد هذا جهاد ما هي ثماره ما هي نتائجه هدعو بد الله الجواب لا عدنا من حيث بدأنا وإلى لا فلابد للجهاد من أن يكون من أجل أن يعبد الله وحده إذن قال الإجماع على أن شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين ألا يغسل ولا يصل عليه لحديث البخاري إذ قال وادفنوهم وادفنوهم بدمائهم يعني شهداء حد ولم يغسلهم والعل في عدم غسلهم أن دماء امتات يوم قيامة أزكى من الطيب وأطيب من روح المسك ما تغسل إذن إذن قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلْهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عندَ رَبْهِمْ قال فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ آه لو يلحق بنا أبناؤنا وإخواننا من المؤمنين بمعنى يصبعوا على الجهاد جهاد الكفار حتى يستشهدوا ويلحقوا بنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون مرة ثانية بنعمة من الله وفضلك أية نعمة أعظم من رضاه والجنة وما فيها أي فضل أعظم من ذاك النعيم المقيم أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنان وتأويل قناديل معلقة في ظل العوش وهكذا إلى يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة والأجساد نبتت كالبغل في الأرض واكتمل الجسد ترسل الأرواح وتنزيل وكل روح لا تخطئ جسدها والله ما تخطئه وينفق إصرافيل وإذاهم قيام ينظرون وهنا يروي مالك بشرة وهي أن نسمة المؤمن غير المجاهد هذه النسمة يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعرفون الموطى قبل البخير مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله كيف لا وهو يروي عن أولاد الصحابة يقول إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة أرواحنا أيها المؤمنون لما تتم محنة القبى وفتنة ترفع إلى دار السلام وتبقى هناك في الجنة تعلق هي في طيب من الطيور يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه إذن ما الفرق بين أرواحنا وأرواح الشهداء أرواح الشهداء أجل وأعظم تباثم وأرواحنا أيها المؤمنون نعم في هذه القناديل في هذا شكل الطير وتععى وتعلق من أشجار الجنة وتبقى هكذا حتى يبعثنا الله يخلقنا خلق جئي الأبدان وتنزل الأرواح فتدخل في أجسادها مرة ثانية يقول إنما ناسمات المؤمن الناسمات هي روح ولهذا إذا قال المؤذن الصلاة على رجل أما عرفت رجل وإلى مرأة ماذا تقول الجواب تقول اللهم إنها ناسماتك بنت ناسماتك أنت خلقت أنت فزقت إلى آخرين ما تقول ذكر وإلا أنثى وتسأل الناس يكفي أن تقول إنها ناسماتك هي ناسمة ولا لا إنما ناسمة المؤمن قير يعلق في شجر جنة يأكل منه حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ما تلبعث هذا لما تنتهي الدورة ويأوشك على النهاية نسمع شرح هذه الآيات من الكتاب يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن أي لا تظنن الذين استشهدوا من المؤمنين في أحد وغيرها أمواتا لا يحسون ولا يتنعمون بطيب الرزق ولذيذ العيش بل هم أحياء عند ربهم يرزقون أرواح في حواصل طير خضر يأكلون من ثمار الجنة ويأون إلى قناديل معلقة بالعرش إنهم فريحون بما أكرمهم الله تعالى به ويستبشرون بإخوانهم المؤمنين الذين خلفوهم في الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا بهم لم يخافوا ولم يحزنوا لأجل ما يصررون إليه من نعيم الجنة وكرامة الله تعالى لهم فيها إن الشهداء جميعا مستبشرون فريحون بما ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه تعالى لا يضيع أجر المؤمنين شهداء وغير شهداء بل يوفيهم أجرهم ويزيدهم مفضلين الحمد لله أننا معهم وأخرى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ما من عبر يسأل الله الشهادة في سبيله في صدق يسأل الله الشهادة في سبيله لا في صدق تبانت إلا وألحقه الله بالشهداء أو أنزلوا منازل الشهداء ولو مات على فراش وأخرى هذا عمر أين عمر بالخطار في الروضة ولا لا في الحجرة تشكون والله إنه بها عمر رضي الله عنه يدعو بدعوة عجبت منها وبنته حفصة أم المؤمنين بعد وفاة الرسول يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك فتأجب حفصة كيف يتم هذا الشهادة حدود الجهاد في الأفغان في الهند في الأندلس كيف الشهادة في المدينة والموت في المدينة ما هو معقول يا أبا تاهر يقول اسكتي ما ذلك على الله بعزيز فيسأل في صدق أن يموت فيه ولكن وفي المدينة عجب هذا السؤال واستجاب الرحمن الرحيم أين طعن عمر في محراب رسول السلام من طعنه أبو لعلو المجوسي لعنة الله عليه إذن قتله كافر ولا لا بين المسلمين والكافرين ولا لا لأن أبو لولا يمثل حزب وطني طائر يريد أن يسحق الإسلام أهله فتنقل وبيع وجاء عبد وهو يحمل هذه المهمة ومات عماه في المدينة ولا لا لأن الرسول صلى الله وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة من استطاع ومعنى هذا أننا نتكلف ونعمل على أن نتحمل حتى نموت بالمدينة من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أكون أو شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وعندي سؤال الذي يريد أن يموت في المدينة يغني فيها ويزم يجلس أمام تلفاز وعواهر يوقصنا أمامه أمام بناته ومرته يبيع الحشيشة يبيع ملابس السوء يغتاب وينمم يأكل ربا ويفجر هذا له رغبة في المدينة هذا المدينة تنفيه المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد يا من لا تستطيع أن تطيب وتطهر في المدينة ارحل امشي لا ينبع إلى جد قالي مكان القدس والطهري ما تستطيع ما تبقى هنا هل فهمتم هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين مرة ثانية نتلو هذه الآيات المباركات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ومرة ثالثة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين معاشر المستمعين والمستمعات هذا خبر من أخبار الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم من هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول نسأل الله تعالى أن نكون منهم فكل من امتثل أوامر الله ففعلها واجتنب نواهي الله فتركها وامتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها واجتنب نواهي الرسول فتركها إلا ويدخل في هذه البشر العظيمة إلا أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا وقعة أحد وهذه الاستجابة علمنا أن معركة أحد كانت يوم السبت وما كان المساء إلا ودخل الناس بيوتا في مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن الغد صباح الأحد يؤذن مؤذن أن الجهاد الخروج إلى قتال أبي سفيان وجيشه فإنهم قد عزموا العودة على قتالنا والناس مضخنون بالجراحات أتعاب لا تقادر آلام لا تقدر وما إن أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج المؤمنون ومنهم الجرحى ومنه كبار السن ومنهم ومنهم إلا أن اثنين من بني الأشهل أخوان جريحان يحمل أحدهم الآخر فترة ثم ينزله ويماشئه ويحمله وكذا إلى حماء الأسد الذين استجابوا لله ورسول أي أجابوا الأمر الذي طلب إليهم وهو الخروج إلى ملاحقة أبي سفيان وقتالهم عجيشه من بعد ما أصابهم القرح والقرح والقرح الجراحات وآلام والكروب الأحزان وما ضارها على النفس ثم قال تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا آج عظيم آلا وهو الجنة دار السلام لا أجر أعظم منها آل جنة دار السلام وفي نفس الوقت للذين أحسنوا منا أيضا أحسنوا ماذا أحسنوا عبادة الله فأدوا على الوجه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثم زكت نفوسهم وطيبت أحسنوا في سلوكهم الخاص والعام أحسنوا إلى إخوانهم ولم يسيروا إليهم فلفظ الإحسان عام وهو كما علمنا من طريق الرسول السلام ثلث الإسلام الإحسان ثلث الإسلام إذ الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تعتقد أنه يراك ومعنى هذا أن العبد إذا أخذ يتوضى أو يغتسل أخذ يصلي أخذ يطوف ويسعى أخذ يعبد الله يتلو كتابه يذكر ربه يعبده وكأنه يرى الله فإن عاجز عن هذا المقام السامي فليعلم نفسه أن الله مطلع عليه وأنه يراه وفي هذه الحال ثق بأنه يحسن العبادة ويتقنها ويجودها ويأتي بها على أفضل أجوها ومن ثم تكون النتيجة زكاة الروح طهارة ثم قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختوهم إذ بعث أبو سفيان رجالاً رجالاً وواعدهم بأن يعطيهم قناطر الزبيب على أن يأتوا إلى معصك رسول الله ويكون كالطابور الخامس وينفث وينفخ الهزيمة أبو سفيان قد عزم على عودته إليكم وقد تأسف كيف يقاتكم ويرجع ولم يفنيكم ولم يقتلكم وهو برجاله في طريقه إليكم أشيعة هذه في صفوف رسول الله بعث أبو سفيان ابن عبد قيس أو من عبد قيس من نفث هذه الروح الخبيرة كيف كان موقف أصحاب رسول الله كما قال الله تعالى عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ماذا رجالهم وقواتهم لكن أي لتدميركم وقتالكم فاخشوهم ارهبوهم وخافوهم وانهزموا حتى لا تقتلوا ما موقفهم فزادهم إيمانا هذا الطابور الخامس بدل ما يشتت كلمتهم وصفوفهم وإنها يزدادوا إيمانا بأن الله معهم وأنه مولياء وهو وليهم وأنه هازم أعدائه ومكس قواتهم فقوي إيمانهم أكثر مما كان فزادهم إيمانا وقالوا هذه الكلمة التي نقولها هذه الكلمة قالها إبراهيم الخليل عليه السلام ماتا قالها لما وضع في المنجنيق ودفع به إلى أتون الجحيم قبل أن يصل عرض له جبريل عاوز خدمة باللغة المصرية عاوز خدمة قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل أول من قال في البشرية قالها إبراهيم أما إليك فلا حاجة إليك حسبي الله ونعم الوكيل المتصوف الهابطون من ظلال قالوا إبراهيم قال قال حالي يغني عن سؤالي يعني ما نسأل الله هو أعرف به وانتشرت هذه الكلمة الهابطة فكمنت المؤمنين من الدعاء بمعنى لا تدعو ربه والدعاء هو الدين الدعاء هو العبادة من ترك دعاء الله كفى مات والله عبز وجل يبتليك ليسمع دعاك فإذا قلت ما أدعوه لأنه يعهب حالي كيف أدعوه وجاهل يعني بكلمة وضعها الشيطان ونشرها الجهال تحت عنوان التصوف وعلم التصوف أما إبراهيم فقد قال حسبي الله ونعم الوكيل وبلغتنا هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أول كلمة قالها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وما إن قالها إبراهيم حتى صدر أمر الله السامي إلى النار المتأججة الملتهبة فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قبل أن يصل إليها لأن المسافة بعيدة أجهجوا النار من أربعين يوما فما يستطيعون أن يأخذوا بيد إبراهيم ويدفعونه إليها جعلوا في من جنق مسافة بعيدة وهو في الطريق قال تعالى يخاطب ناره هو خالقها ومالك أمنا يا ناره قالت لبيك رب لبيك كوني بردا وسلاما على إبراهيم لو لم يقل تعالى وسلاما لمات إبراهيم من البرد برد لا تتصور ثلج ولا غير ثلج لكن قوله تعالى وسلاما والله ما أتت ولا أحرقت منه إلا الكتاف الذي في يديه ورجله فقط وخرج وجبين تتفسد عراقا وودع وقال إني مهاجئ إلى ربي سيهديني هذه الكلمة قالها إبراهيم وقالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوها أنتم حسبنا الله ونعم الوكيل الذي نوكل إليه أمورنا ونتركها له هو الذي يحفظها هو الذي يقوم بها لأنه الولي الحميل حسبنا يكفينا الله كل ما يهمنا ونعم الوكيل نطح أمورنا إليه ونوكله بها الحمد لله وقوله تعالى فانقلبوا لانقلاب هذا في الدولة لغة المعاصرين انقلبوا انقلبوا هنا أراجعوا مشوا وصلوا حمراء الأسد يومين ثلاثة ما جاء العدو قالوا رحل أخارب أبو سبيان ورجاله انقلبوا إلى المدينة راجع فانقلبوا مصحوبين بنعمة من الله وفضل لا تقادر هذه النعمة ولا هذا الفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لا في أبدانهم ولا في مالهم ولا في دينهم ولا في أعراضهم عادوا بخير وعافيا كلمة سوء ناكر طاعة لله والرسولي طلب لغض الله عز وجل كل من عاص الله رسول طلب سخط الله والعياذ بالله واتبعوا والله ذو فضل عظيم سوء ثم قال تعالى لهم وإن كان إنسانا فبالكلام كذاك الذي بعث به أبو سفيان يخوف أولياء فلا يخوف عباد الله الصالحين أولياءه الكافرين والمشركين الشيطان له أولياء وإلى لا منهم الكافرون وإلى لا يخوف المؤمنين من أولياءه الكافرين أبو سفيان وجيشه كفار كذا ولا لا بعث هذا بن نعي بن مسعود هذه قضية فيها كلام تبهتم بعثوا به ليقولهم إن أبو سفيان قد عازم العودة إليكم وقرى وجوع إلى قتالكم إذا الشيطان من الإنس خوف المؤمنين أولياءه أيضا من الإنس وهم أبو سفيان ورجاله إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه حرف الضمير فلا تخافوهم إذن وخافوني إن كنتم مؤمنين فبالفعل ما خاف أبو سفيان ولا جيشه بل خاف الله عز وجل فلزموا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أعيد عليكم تلاوة الآيات بعد هذا التبين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أرجو عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخجوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من حمراء الأسد رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تبعوا رضوان الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الآن إليكم شرح الآيات في الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحم وإياكم وسائر المؤمنين ما زال السياق في أحداث غزوة أحد وما لابسها من أمور وأحوال والآيات الأربع كلها في المؤمنين الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت وخرجوا في طلب أبي سفيانة يوم الأحد وعلى رأسهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأى أن يرفع معنويات أصحابه الذين كلموا وهزموا يوم السبت بأحد وما أن كلموا جرحوا وأن يرهب أعداءه فأمر مؤذنا يؤذن بأعلى صوته بالخروج في طلب أبي سفيانة وجيكة سياسي رسول الله هذا أستاذ الحكمة ومعلمات يتلقى معارفه من رجال السياسة يتلقى معارفه من رب العالمين ونحن ما أمرونا بالاقتداء به والاعتساء والله لو أتسين به ما هبطنا إلى الأرض قال فاستجاب المؤمنون وخرجوا وإن منهم للمكلوم المجروح وإن أخوين جريحين كان أحد ما يحمل أخاه على ظهره فإذا تعب وضعه فمشى قليلا ثم حمله حتى انتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد الرجلان من بني الأشهل ما في ذلك شك قال وإن أخوين جريحه إن كان أحدهما يحمل أخاه على ظهره فإذا تعب وضعه فمشى قليلا ثم حمله حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد وألقى الله تعالى الرعب في قلب أبي سفيان فأرتحل هاربا إلى مكة من ألقى الرعب في قلب أبي سفيان فأرتحل إلى مكة وقد حدث هنا أن معبدا الخزاع وخزاع حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عيبته فجزاه الله خيرا قال إن معبدا الخزاع مر بمعسكر أبي سفيان فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان سأل كيف عسكر محمد فأخبره أنه خرج في طلبكم وخرج معه جيش كبير وكلهم تغير عليكم أنصح لك أبو سفيان أن ترحل قال فهرب برجاله هذا الطابور النافع هذا تسخير الله عز وجل فهرب برجاله خوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد برجاله كذا ليلة ثم عادوا لم يمسسهم سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربعة وفيهم نزلت هذه الآيات الأربعة قال الآيات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يريد فيه أحد واستجابوا لبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في ملاحقة أبي سفيان الذين قال للذين أحسنوا منهم واتقوا آج عظيم ولكل من أحسنوا واتقوا آج عظيم ألا وهو الجنة جعلنا الله من أهلها الآية الثانية هي قوله تعالى للذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم المراد من الناس القائلين هم نافر من عبد القيس مروا بأبي سفيان وهو عازم على العودة إلى المدينة لتصفية المؤمنين بها في نظري فقال له أبو سفيان أخبر محمدا وأصحابه أني ندمت على تركهم أحياء بعدما امتصرت عليهم وإني جامع جيشي وقادم عليهم والمراد من الناس الذين جمعوهم أبو سفيان فلما بلغ هذا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه زادهم إيمانا فوق إيمانهم بنصر الله تعالى وولايته لهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يكفين ما أهمنا ونفوض أمرنا إلى الله قال قوله فانقلبوا أي راجعوا من حمراء الأسد لأن أبا سفيان ألقى الله غعب في قلبه فانهزم وهرب راجعوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم سالمين في نعمة الإيمان والإسلام والنصر وفضل حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم لم يمسسهم سوء أي أذى واتبعوا رضان الله بالاستجابة لما دعاهم الله ورسوله وهو الخروج في سبيل الله لملاحقة أبي سفيان وجيشه وقوله تعالى والله ذو فضل عظيم وما أفاضه على رسول كافي في التدذيل على الآية الغابعة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وذلك أن وفد عبد القيس آجره أبو سفيان بكذا حمل من الزبيب إن هو خوف المؤمنين منه فبعثه كأنه طابور يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين عافوا أنها مكيدة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت الآية إنما ذلكم الشيطان الناطق على لساني النفر من عبد القيس يخوف المؤمنين من أوليائه أبي سفيان وجمعه فلا تخافوهم فنهاهم عن الخوف منهم وأمرهم أن يخافوه تعالى فلا يجبنوا ويخرجوا إلى قتال أبي سفيان وكذلك فعلوا لأنهم المؤمنون بحق رضي الله عنهم أجمعين الآن مع هداية الآيات كثيرا ما أعيد القول كل آية تحمل هداية كل آية تحمل هداية لمن آمن بها وفهمها وعزم على أن يعمل بما فيها والله لتهديه إلى ما فيه خيره وسعادته وكماله يعني أبسط ما يقول ما من عبد يقرأها إلا ويعطى على كل حرف عشر حسنة هدته إلى جميع حسنات وإلا بكل يسر وسهولة كل حرب عشر والآية تهدي إلى صراط الله المستقيم تهدي إلى أن يعبد الله تعالى وحده بما شرعوا بما شرع لعباده وبتلك العبادة يسعد العابدون ويكملون وينجون في الدنيا والآخرة كم آي القرآن ستة لافمتين وارضين آية كل آية تهدي وهناك لطيفة لما سميت الآية آية يهي أبا عبد الله الآية في لسان العرب العلامة يا عدنان أين عبد العزيز ولدك قال في المنزل قلت ما آية ذلك أي ما علامة أنه في المنزل يقول كذا وكذا الآية العلامة كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وعلى أن محمد رسول الله بيان ذلك هذه الآية من أنزلها الله لعل هناك غير الله أنزلها والله لا حد طعطأت الدنيا الأصاع سلمت بأن هذا القرآن أنزله الله أنزله إذن الله موجود عليم حكيم رحيم أمر أن لا يعبد الله وأخبر أن لا يوجد إله سوى فكل آية دال على أنه لا إله الله والذي نزلت عليه من بين الناس من دون العالم بأسفه ما يكون رسول الله كيف يقول أنزلها عليه ولم يكن رسوله مستحيل إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على ذلك قال أولا فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خيار فضل الإحسان والتقوى أما قارنهم اللهم بعضهم البعض الإحسان عرفنا أن نسقن العبادة ونحسنه حتى تزكي أنفسنا أن نحسن في كل عمل نقوم به حتى الخياط يجب أن يحسن خياطته حتى الطاهي للطعام يجب أن يحسن طاهيه كذا ولا حتى قال مظفاره يجب أن يحسن قلمه الإحسان فريضا ومن هنا أراق العالم الإسلامي وبالغ عنان السماء وهبطت البشرية كلها من باب الإحسان في الجهاد فالرباط في القول في القضايا في الحكم في العمل في الفلاحة في الزراعة في الصفاة في كل شيء فتفوقت أمة الإسلام ثلاث قرون عرف العدو هذا فأهبطها بالكذب أعطيكم حكاية مدنية ولا لا عند الخياط في العينية تشتري ثوب خياطة سوق كيف خياطة سوق هذا ثياب ما خيطة معلقة يجي الغريب وإلا كذا يشتري قلت خياطة سوق يبيع له الثوب بعشرين ريال والخياط يخيط بعشرين ريال فقط قيمة الخياط عشرين والكتان بلاش ما هي الظاهرة هذه ما فهمتم يعبث الخياطة إلى السقى فقط ليلبسها الرجل يومين ثلاثة تتمزق يجوز هذا هذا يقول خياطة سوق فقط والله ما يجوز وحرام عليه ويجب أن يحسن هذا الخياطة حتى ولو باع الثوب ليهودي أو نصراني لكن هبطنا وإلى لا أين الإحسان حتى في العمارات لا إله إلا الله حتى في إصلاح السيارات حتى في كتاب الجوابات لا حول ولا قوة إلا الله ما سببها ببوطنا الجال أبعدونا عن نور الله فعيشنا في الظلام أكثر من ألف سنة كيف نرتفع حسبنا الله ونعمل وفير قال فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خيال المستمعون والمستمعات من الزوا ما هي التقوى هذه لباس وإلا قبة ما التقوى هذه بكم تباع في السوق التقوى حال تتقي بها غضب الله وعذابه ما هذه الحال هي أن تطيعه ولا تعصيه قالوا أسكت أسكت قال نم نم قال مشي مشي ذي هي التقوى حال تتقي بها غضب الله وسقطه والغضب يجلب العذاب والشقاء فكل من أطاع الله ورسوله فيما يأمران به من أمور واجبة وينهيان عنه من منهيات محرمة قد جعل بينه وبين غضب الله وقايا أحسن من وقاية الأصوار هذه التقوى يعرف أهل الحق أبو عبد الله عن التقوى ما لا تعرف عنها والتقوى هي الخطوة الثانية في تحقيق ولاية الرحمن يا من يرغب أن يصبح وليا لله أفضل من سيد عبد القاد وده العذاوس تريد ولا لا آمين حق الإيمان واتق الله أنت ولي الرحمن لقوله تعالى في بيان الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون ثانيا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم وكرامتهم على ربهم واضح هذا في قوله وإلى لا الذين استجابوا لله ورسول الآية ثالثا فضل كلمتي حسبنا الله ونعم الوكيل هي كلمة أنا أضع كلمات لكن يجوز إطلاق الكلمة على قصيدة كاملة تبهتم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم من قبل فصلى الله عليهما وسلم أجمعين ونحن نقول واوالله كل من أصابت مصيبة أو اعتبت في شيء يقول حسب يا الله يفوض أمره إلى الله عز وجل ويوكل أمر إليه والله ما يخيبه أبدا قال رابعا بيان أن الشيطان عليه لعائل الرحمن يخوف المؤمنين من أوليائهم أعطيكم صورة وإلى لا لو عزم العرب على أن يضيب اليهود هذا من باب المستحيل لكن باب الفرض والتقدير لو أن العرب تحركوا قالوا إلى متى ونحن أذلال اليهود والله لا يأتي الشيطان بأوليائهم من الشرق والغرب ويأخذون في تخويفهم أنتم كذا هؤلاء يملكون الهيدروجين يملكون الذرة وراءهم أمريكا والعالم حتى يهزمهم والله العظيم لو حصل هذا لخوف الشيطان العرب أوليائه من الكفار انتبهوا لا ثوموا أنفسكم في جحيم لأن الشيطان مات ولا لا ما زال يستخدم هذه الحيلة ولا ما زال يخوف أوليائه أي يخوف المؤمنين من أوليائه الكافرين الفاسقين حتى لا يقاتلهم بيانوا أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه إلا فعلى المؤمنين ألا يخافوا غير ربهم ما نستطيع يا شيخ ما نخاف غير الله ما نستطيع لو خافوا ربهم ما عصروا ما عطلوا شرعه ما أوقفوا شرائه وعطلوها أين الخوف من الله قال فعلى المؤمنين ألا يخافوا غير ربهم تعالى في الحياة فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون عليه وهو حسبهم ونعم الوكيل لهم إيوالله من يوقذ المؤمنين من يحارك ضمائرهم من يجمعهم على كلمة الحق دلون على الطريق يا عباد الله قالوا قالوا ما منظمات والجمعيات والسب والشتم والتعيير والإثار والتهييج جاءني الطلاب من إمارات المساء اليوم قالوا ما تقول هذا يقول سيد قطب كذا هذا يقول كذا قلتوا اسمعوا هذا نسميه بأعراض المرض الإنسان ذا مريضا يظهر المرض في جسمه إما في صفرار في عينيه أو في عجز عن النطق في ضعف عن الحراكة والمشي يدل على مرض ولا لا أمة الإسلام مريضة فلهذا هي دولات وأحزاب ومنظمات وجماعات تتطاحن وتتتلم لا إله إلا الله في حين أنهم أمة الإسلام فقط المسلم يقول أنا مسلم لا مالك ولا زيد ولا حنف ولا عرب ولا أجل مسلم موني بأمل الله أطيعه إنهني بنهي الله أطيعه لا منظمات ولا حزبيات ولا جماعات وسبق الطوق صوفية القرية الواحدة في عصر طوق أنت من إخوان سدي فلان أنت من إخوان سدي فلان القرية الواحدة لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن إن الذين اشتاروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين مرة ثانية ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقرأ ثالث ولا يحزنك الذين يسابعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتعوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين معاشر المستمعين أو المستمعات هذه أخبار الله عز وجل لا تحتمل إلا الصدق هذه أخبار الله تعالى وأخبار لا تحتمل إلا الصدق الخبر الأول نسمع ولا يحزنك الذين يساوعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم المخبر هو الله والمخاطب من هو إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قراء سبعيا قراء ومشع النافع يحزنك بضم الله من أحزنه يحزنه وفي كل القرآن اللهم اللهم إلا في آية واحدة قرأ هاك قراءة الجمهور يحزنك وهي قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وقع في كل القرآن يحزنك بدل يحزنك وهما فعلان أحزنه وحزنه يحزنه والحزن ألم نفسي ما الحزن 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 غم يصيب النفس البشرية لرؤية أو سماع ما يسوء ويكره الحزن الحزن غم نفسي لرؤية ومشاهدة أو سماع ما يسوء أو يكره إذا رأى الإنسان ما يكره وما يسوء أصابه الحزن أهم وغم باطن سمع خبرا فيه سا حزن له وأحزنه وهنا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه آلامه وأصحاب الرسول هم أتباع له في ذلك ونحن أيضا نستفيد من هذا وكل موم ولا يحزن كالذين يساوعون في الكفر وهم من المشركين كأبي سفيان وجيشه ومن المنافقين كابن أبي ابن عبي بن سلول وجماعته وكاليهودي المتواجدون في المالين الكل يسارعون في الكفر مسارعا باستعجال يا رسولنا لا يحزنك هذا ولا تكرب ولا تقتم ولا تحزن ليما يا ربي إنهم لن يضروا الله فيها لا يضروا الله لا في ذاته ولا في علمه ولا في حكمته ولا في ملكوته ولا في خلقه أبدا أبدا أنا لهم أن يضروا الله لو يكفرون في كل يوم سبعين مرة ما يضر ذلك شيئا فمننا لا تحزن يا رسولنا ولا تكرب وأنتم أيها المؤمنون لا يضركم كفر الكافرين ولا مسارعة من الكفر ولا دعواهم إليه ولا ولا لما لأنهم لن يضر الله شيئا لو كفرات البشرية كلها يتأذى الله بذلك كان ولم يكن شيئا وهذا يتسل به من يكرب ويحزن لما يشاهد الكفر وأهله ويشاهد الناس يسارعون إلى الكفر ويجرون وراء الكافرين ويدعون إلى الكفر ويهيئون الناس لذلك أهل الإيمان كأرسل الله وأصحابه نعم يحزنون فالله عز وجل يسر عنهم ويخفف وينفس فيخاطب ورصوله صلى الله عليه وسلم ويقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ويعلل لذلك بقوله إنهم لن يضر الله شيئا من الضرب ومع هذا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة عرف الله إصرارهم على الكفر وعرف أزلا وقديما أنهم لا يريدون إلا الكفر فمن هنا يريد الله أن لا يجعل لهم نصيبا وإن قل في الآخرة أي يريد الله أن يحرمهم من نعيم دار السلام فلهذا تركهم على كفرهم يسارعون فيه ويدعون إليه الليل والنهار ويقاتلون من أجله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الدار الآخرة وحظ الآخرة ما هو سوى الجنة دار النائم الآخرة يوم تنطوي هذه السماوات والأرضون ويتجلى عالمان آخران علويون وهو الجنة دار السلام وسفلي وهو النار دار البوار هل هناك موطن ثالث؟ ماهيش فإذا تعالى لم يريد أن يجعل محظة في الآخرة أي من نعيمها ليصلحوا من أهل الجحيم والبوار في النار يريد الله تعالى أن لا يجعل محظة في الآخرة وبعد ولهم عذاب عظيم لأنهم كفروا ويدعون إلى الكفر كفروا ويسارعون بين الناس في إشاعة الكفر والدعوة إليه كابن أبي واليهود والمشركين هذا يخفف عن نفس رسول الله وإلنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضلوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل محظة في الآخرة ولهم عذاب عظيم لا يقادر قدرهم تريدون أن تشاهدوا الصورة للأذاب العظيم اسمع أهيئ بنا إلى أبي جهل وقد كان يجلس في بيته ويوضع بين يديه الزبدة البيضاء زبدة الغنم الآن البقر الصفراء والعجوة عجوة المدينة الآن من أغلى أنواع التمو عندنا فيأكل ويقول لأولاده عكيم رضي الله عنه تعالوا نتزقم هذا الزقوم الذي يهدد نبي محمد ويخوفنا تعالوا نتزقم فنزل فيه قرآن من صورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم يصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام من الأثيم المغموس في الآثام من قمة رأس إلى أحمص غدمه ما قال آثم آثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم من منكم رأى الزيت العكر في آخر القدر وهو يغل كيف حاله ذاكم هو المهل كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه من شرطة الزبانية الزبانية خذوه فغلوا خذوه فاعتلوه قوات نافع قال ليها بالضم خذوه العتل معه بجلاء الدفع بقوة فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى وسطها ثم صبوا فوق هأسه من عذاب الحميم وزيدوا عذابا معنويا نفسيا ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا العذاب المعنوي أشد ألا من عليهم من العذاب المادي البدني ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون أي تشكون وتطعبون عرفتم هذا هذه صورة الزبان يأخذون هو كما كان ابن عبي وأبو جل إن عرض أبي جل فقط 135 كيلو من أين لك يا شيخ تقول هذا هل كان الرسول يعف الكيلو اتق الله الجواب الحبيب صلى الله وسلم قال ما بين كتفاء الكافر في النار كما بين مكة وقدير ورأينا بالكيلو مكة وقدير 135 كيلو أما هذا العرض والطول والطول تعرفه من أن ذرسه والله كجبل يحد هذا يتلاء مع عرض 135 كيلو أما قلن هذا عذاب معنوي ما كان هو يتبجع في مكة ويقول أنا العزيز الكريم قالوها له ليحرقوا قلبه ذوق إنك أنت العزيز الكريم أيام كنت تتطعول وتتكبى في الدنيا إذن عذاب عظيم يصبون فوق أوسم الحميم فيصحوا به ما في بطونهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت الجلود الجلود تأتي بعدها جلود أخرى لا فناء ولا موت نعوذ بالله من عذاب النار قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار الرسول يخطب في أمة ويقول لهم تعوذوا من عذاب القبر وعذاب النار ثم قال تعالى في الآية الثانية إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان اشتروا الكفر بالإيمان في إيسو قاد هذه التجارة الفائقة اشتروا الكفر أخذوه وأعطوه الثمن هو الإيمان هؤلاء يرتدوا بعد إيمانهم كالذين هربوا من المدينة والتحقوا بالكافرين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر هذا بيع شراء ولا لا هذا يفهم العرب أكثر من غيره أعطاه الدار وأخذ الدينار أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر باعوا إيمانهم بالكفرين اشتروا الكفر بالإيمان والمعنى واحد اعتدوا بعد إيمانهم هؤلاء يتواجدون في كل زمان ومكان فكم وكم وكم ممن ينتسبون إلى الإسلام والإيمان وهم يخرجون أفرادا وجماعة لا صلاة ولا صيام ولا ذكر الله هؤلاء يقول تعالى لن يضلوا الله شيئا ما يؤلمون الله أبدا بكونهم اعتدوا بعد إيمانهم أو فسقوا بعد طاعتهم أو فجعوا بعد استقامتهم لن يضلوا الله شيئا وأخيرا ولهم عذاب أليم الأليم المؤلم شديد الألم والألم أيضا الألم يشع به صاحبه ما يطيقه ولا يقوى حتى على أن يصفه بشدته هؤلاء أولئك لهم عذاب عظيم لما لأنهم سارعوا إلى الكفر وأجلوا وكفروا عذابهم عظيم ما يقادر قدره وهؤلاء اشتروا الكفر عارفوا الإيمان وادقلوا فيه وارتدوا عذابهم يكون أشد عذاب أليم ثالثا الخبر الثالث يقول تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اليوم وغدا وإلى يوم القيامة وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بماذا؟ بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وكتابه بالله وشرعه بالله وصفاته بالله وحقوقه الواجب على عبيده هؤلاء لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ونخي الزمام ونطيل العمر ونوسع العيش فإذا في عيش رغد وحياة سعيدة لا يحسبون ينبغي أن لا يحسب ولا يظنوا أنما هذا الإملاء خير لأنفسهم والله ما هو بخير لهم ما هو بخير لهم أبدا بل هو شر لهم وهؤلاء أيضا علم الله في كتاب المقادر أنهم لا يتوبون ولا يرجعون فزادهم في الرخا والنعمة وطول العمر ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي أم لا يملي إذا أرخذ زمام وزاد في الأجل والعمر إنما نملي لهم لحكمة وهياة ليزدادوا إثمه والإثم هو المهلك والموبق في أوتون الجحيم نملي لهم من أجل أن يزدادوا إثمه ولهم عذاب مهين أشد من الأليم والعظيم مهين تقصر عنوفهم ويذلون وهنا لطيفة خذوها نحفظها والحفاظ موجودون يا أبا عبد الله قال شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه من ابن مسعود هذا هذا عبد الله ابن مسعود الهدد هذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رجلاه رقيقتان ضعيف البنية ولكن يزن الدنيا وما بها والله لو وضع فيه كفة ميزان ووضع الصين واليابان أمريكا والمشركون كلهم لرجعت كفة عبد الله مسعود ماذا يقول هذا الحبيب يقول ما من أحد بر ولا فاجر ما من أحد هذا صيقة العموم ما يبقى واحد ما من أحد بر ولا فاجر البر تعرفونه صاحب الصالحة المغموس في الخيرات المسابق المنافس في الصالحة هذا البر والفاجر الخارج عن حدود الله عز وجل تعرفون تفجر الأنبوب وإلى لا كيف تفجر خارج الم منه كأن ماشي مع الأنبوب أتفجر فالطريق المستقيم الموصل إلى دار السلام الذي سألنا الله بل علمنا الله وندعوه في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة هذا الصراط المستقيم أهل الدرس يحفونه اسمع هذا واجب افعل هذا حرام وامشي بينهم فقط هذه كلمة طيبة قلها تملق بها إلى الله وذي كلمة خبيثة اطعقها اهجرها تملقا إلى الله فأنت ما بين الأمر والنهي ماشي فإن فجرت والعياذ بالله خرجتها فتركت الواجب وفعلت الحرام هذا هو الفجور عرفتم إذن ما من أحد إلا بر وفاجر كذا ولا لا ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له هذه الصعبة تأخذ بر ابن المسعود ولا لا ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له سبحان الله إذا من الآن ما بقي حزن ولا كرب ولا إذا جاء ملك الموت زغردنا ما من أحد ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له ما الدليل يا عبد الله ابن المسعود بر على ما تقول قال إن كان برا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار إن كان برا هذا ما هو البر ضد البحر هذا بمعنى بار إن كان برا فالله عز وجل يقول وما عند الله خير للأبرار من هذه الدنيا وأوساخها وأموالها وكل ما فيه هذا إخبار الله والله كما أخبر ما عند الله من ذلك النعيم المقيم في جواره خير لكل بار فمن هنا ما بقي من يخاف من الموت عندنا الليلة آبدا وإن كان فاجرا فقد قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم نرخي الزمام ونطيل العمراء لأجل أن يزدادوا إثما فيعظم عذابهم وشقاهم الأبدي لأنه لو أخذهم في أول مرة عذابه يكون أهوا إن أهل الجنة يتفاوتون في نعيمها وأهل النار يتفاوتون في عذابها وشقائها ليسوا فيه مستوى أحد أو تعالى يعلل يقول إنما نملي لهم في رغض العيش وطول العمر لماذا ليزدادوا إثما فاستنبط من هذا البحر العلامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهدل قال ما من أحد يعني من الناس برن وفاجر إِلَّا وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرُ لَهُمْ فَأَمْنُوا وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا إِذَا طَابَتِ النَّفْسُ وطهوت تاقت إلى الملكوت العلاء واشتاقت مع أن فتنا كقطاع الليل المظلم زاحفة زاحفة زحفة سمعت خبر الليل مجموعة من اللصوص أوقفوا سيارة بها نسوة ومعهن سائق لا سلاح عندهم فأوقفوهن وقلنا اخلعن إن زعن الحلي الذي فيه وإلا الموت فنزعن الحلي وقال لهم أو اللصوص قالوا قولوا للشرطاء هؤلاء سعوديون ما وجدوا عملا بطالون فهم يفعلون هذا أسألهم بالله هؤلاء مؤمنون دخل الإيمان في قلوبهم عرفوا الله عز وجل عرفوا رسوله صلى الله رجل سلم عرفوا أن رسول الله كان يشد الحجر السخ على بطن حتى يتماثل ويمشي من شدة الجراء ما قال لأحد جعت يا فلان الذي يفعل هذا الفعل فيه إيمان هذا لما نبكي لأننا نقول لا نلوم ما عرف الطريق ما عرف الله عز وجل معرفة أثمرت لهم حبه ولا الخوف منه فهيا نعالج الموقف قبل أن يعظم ندعوهم إلى بيوت الرب لنزكي أنفسهم لنعلمهم علما يزيد في طاقة نوعهم فيعفون الخير والسر والحق والباطل والفضيل والذيلا أما تركهم كالبهائم والله لا يصطون علينا ويفعلون العجر عدنا من حيث بدانا كل الذي تشكوه أمة الإسلام في الشرق والغرب والله لمن الجهل فقط سببه إن كان ظلما أو فسطا أو فجورا أو مكابا أو شركا أو باطلا كله ما رده إلى الجهل ما عرفه والدليل يا شيخ اسمع الله تعالى يقول في محكم كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخاف الله من عباده العلماء دلل أكثر من هذا نقول في قريتكم ابحث عن أعلمكم بالله تجدوا أتقاكم لله والله العظيم في جماعتك في موكبك في مركز عملك انظر والله لأعلمكم بالله أتقاكم له وأفجاركم أجهلكم فلهذا يجب أن يتعلم المؤمنون والمؤمنات وطريق التعليم الذي سلكناه من خمسين سنة ما نفع لأننا أفسدناه بكلمة الوظيفة يأخذ الرجل طفله للمدرسة ما يقول تعلم لتعرف الله وتعبده فيعزك ويغفعك تعلم لتكون كذا وكذا لعل يواهم حل رأيتم راجلا أخذ طفله للمدرسة قال تعلم لتعرف الله لتحبه لتكون من أوليائه وزاد الطين بلى مع البنات أيضا البنت أيضا تعلم للمستقبل ومستقبل يا باب ما ننساها مستقبل يا باب هذه فتاة اشتكاه أبوها لأنها عند أمها المطلقة فدعاني لأتوسط في الخير لتذهب البنت مع أبيها إلى الطائف وهي في المدينة إذن وفجأة تقول البنت مستقبل يا باب مستقبل يا باب أي كيف تمنعني وأنا في المتوسط في طريقي إلى الوظيفة تمنعني أنت من التعلم قلت لها بإلهام من الله هذه أمك تسمع أم ماها من أمك هذه إلى فاطمة الظهر أو إلى عائشة المؤمنة والله ما توظفت مرعا وعشنا ومثنا سعيدات وأنت فقط مستقبل يا باب إذا ما تعلمت الوظيفة وتوفف ضاع مستقبل من نفخ هذه الروح الشيطاني المنتن العفن الثالوث الأسود اليهود والمجوس والنصار حولوا التعليم إلى ماد بحث فقلنا هيا نترك هذا التعليم ونترك طالبي فليطلبوه للدنيا المحظى لا يقول الآخرة للدنيا حولوا إلى مصانع مزارع ومديات وحسبنا أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم أهل القرية في قريتهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم من صلاة المغرب لصلاة العشاء وذلك كل ليلة وطول العام بل وطول العمر يتعلمون الكتاب والحكمة هل تعرفون أنها لا تمضي سنة إلا وتغير طباعهم وتبدلت نفسياتهم وأصبح ربانيين فكيف إذا استمر أهل القرية والمدينة على هذا النمط من تلقي الكتاب والحكمة يصبحون كلهم كالشيخ الباس يبقى من يكذب يسرق يفجر يغش يخدع يؤيد الشر والله ما يبقى هل هناك طريق غير هذا والله لا وجود إما أن نسلك هذا المسلك وإلا سوف نستقبل المستقبل بالويلات والمحن والمصائب هل فهمتم هذا الصوت ولا لا بربرية والله لا طريق للنجاة إلا هذا أن يعرف الناس ربهم معرفة يقينية توجد لهم حبه تعالى وما يكره تعالى فيتملقونه بحب ما يحب وكره ما يكره فتأتي الولاية وحينئذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا يقول من هم أولياءك يا ربنا فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إيمان وتقوى وإلى لا حقق الإيمان وواصل التقوى أنت ولي الله عز وجل لا تخاف إذا خاف الناس ولا تحزن إذا حزن الناس منف عنك الخوف والحزن في الحياة الدنيا وفي البرزق وفي يوم القيامة الدار إلى آخرة إذن لنستمع إلى تفسير هذه الآيات الأربع أو الثلاث قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ورحمنا جميعا معنى الآيات ما زال السياق في أحداث غزوة أحد ففي هذه الآيات الثلاث وقد كشفت الأحداث عن أمور خطيرة حيث ظهر النفاق مكشوفا لا ستار عليه وحصل من ذلك ألم شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يخاطب الله تعالى رسوله قائلا له لا يحزنك مسارعة هؤلاء المنافقين في الكفر وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه حتى يعودوا إليه هذا نطيف لغوية يسالعون إلى الكفر هذا الأصل وإلى لا هؤلاء كما كانوا كافرين وأسعروا لكفر هؤلاء ما خرجوا منه هم في داخله وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه لأن إسلامهم كان نفاقا فقط إنهم لن يظلوا الله شيئا والله يريد أن لا يجعل لهم نصيبا من نعيم الآخرة فلذا تركه في كفرهم كلما خرجوا منه عادوا إليه وحاكم عليهم بالعذاب العظيم فقال ولهم عذاب عظيم هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت حكم الله تعالى على الذين يرتدون بعد إيمانهم فيبيعون الإيمان بالكفر واشترون الصلاة الظلال بالهدى حكم عليهم بأنهم لن يضروا الله شيئا من الضرر ولهم عذاب أليم فقال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم والعذاب الأليم هو عذاب النار إذ لا آلم ولا أشد إيجاعا منه أبدا وأما الآية الثالثة فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين أن الله تعالى عندما يمهلهم ويمد في أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير لا لا بل 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 هو شهر لهم إذ كلما تأخ يوما اكتسبوا فيه إثما فبقض ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتقص آثمهم وحينئذ يوبقون ويهلكون هلاكا لا نظير له قال تعالى ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثما ولهم عذاب مهين أي ذو إهانا لأنهم كانوا ذوي كبر وعلو في الأرض وفساد فلما فلذا ناسب أن يكون في عذابهم إهانات لهم هداية الآيات في الختام قال من هداية الآيات أولا اسم عبد الله لا ينبغي للمؤمن أن يحزن وكفه كاف ولا فسق فاسق هيا نربي أنفسنا ما يحزن وكفه من يقفه ولا فسق من يفسق لما قال لأن ذلك لا يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين والفاسقين بعدله وأخماته إذن أدعو إلى الله وإن أبى الناس إلا الفسط والكفر شأنهم ما تحزن أنت أبدا لن يضل الله أبدا شيئا وأهمك أنت مولاك جل جلاله ثانيا لا لا ينبغي للعبد أن يغره إمهال الله له وعليه أن يبادر بالتوبة من كل ذنب إذ ليس هناك إمهال وإنما ليس هناك إهمال وإنما هو إمهال يا من ما زال جاثم على كبير كبير الذنوب عجل لا تغتر بهذا الإمهال فإنه إمهال وليس إهمال إنما نملي لهم ليزاد إثما ثالثا الموت للعبد خير من الحياة سبحان الله ماذا قال ابن مسعود ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له إن كان برا فالله يقول وما عند الله خير للأبرار وإن كان فاجرا فالله يقول إنما نملي لهم ليزاد إثما إلا الموت للعبد خير من الحياة برا كان أو فاجرا لأنه إذا كان صالحا فالآخرة خير له من الدنيا قطعا وإن كان غير صالح وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد إثما فيوبق بكثرة ذنوب ويهلك أعود بالله من الشيطان رجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم والله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل به يوم القيام ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير آيتان عظيمتان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم عن الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير اللهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيام ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبيره هل أنتم تتدبرون الآياتين ولا لا حاولوا أن تفهموا فإن عجزتم يأتيكم البيان تعرفون أنكم فهمتم شيئا مرة أخرى ما كان الله ليذار المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيام ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبيعا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات اسمعوا هذا الخبر الإلهي يقول تعالى ما كان الله ليس من شأنه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه بدون بدون ممتحان ولا اختبار ولا حرب ولا سلم ولا تكليف ما كان من شأن يفعل هذا حتى يميز الخبيث من الطيب قرأ يميز قرى حمز ويميز ماذا يميز إذا ميز واختاره ليس من شأن الله وهو العليم الحكيم أن يترك المؤمنين يدعون الإيمان على ما هم عليه بدون امتحان واختبار يميز به الخبيث من الطيب والكافر من المنافق والصالح من الطالح وهذا كمسح دموع المؤمنين في غزوة أحد هذه آخر أحاديث ذكر لهم العلة السبب الذي من أجله أوجة على هذه الحرب ودارت ودارت وحدث الذي حدث العلة في ذلك من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب فالطريق ما رجع ثلاثمئة لوما كانت الوقع هذه من يميز منافقون يقولون مؤمنون ويتبجحون يقول أفضل منكم لما دارت المعاركة الذين انهزموا وهربوا شاردين كيف يظهر ذلك فيهم لو لوجود هذه المعاركة والهزيمة ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الأصحاب حتى يميز الخبيث من الطيب وهذا عام وقرأ له ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذا الحسبان باطل لو كان العبد ما يفتن في الإيمان أنا مؤمن أنا مؤمن هيا نختبرك نعرف أنك مؤمن وإلى لا ونحن ما نملك الاختبار يملكه الجبار عز وجل بما يشاء هذا يبتليه بالفقر فجأة يفقد كل شيء ينظر هل كان مؤمن وبقي على إيمانه أو أصبح يشرق ويفجر هذا كان عزيزا فيذله امتحال له يصبر يرجع إلى الله ويثبت على قوع بابه أو ينتكس وهذا فقير يصب عليه المال ينظر هل يصبح شيش ويتبجح بالباط وإلا يأكل كما يأكل المؤمنون وهكذا لابد من امتحان لاختباه لابد وإلا كل واحد يقول أنا موم إذن ليمي حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فالله عز وجل أوجد وقعت أو حد قبل أن يوجد العالم بكل خيوطها ونزيدها وعلم ذلك وكتبه لكن هل أطلع عليه أحد ما أطلع لأنه لمتحان الاختبار وما كان الله جل جلاله ليس من شأنه أن يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من عسله من يشاء يختار من يشاء ويخبره بالغيب ويقبر عليه أما غير الرسل من ادعى الغيب كفر ووجب قتله بعد أن يستتاب ثلاث أيام ادعاء الغيب وقول الرجل أو المعنى أعلم ما يقع كذا وأنا على علم ما يتم في كذا وكذا ويقول أنا أعلم الغيب هذا كفر لأنه كذب الله عز وجل أفشع تكذب ولطيف أخرى يعرفها الأبناء إذا كان سيدك يعبد الله إذا كان مولاك يخفي أمور لصالح حياتك وحياته أيجوز لك أن تفتش عنه وتظهرها كيف موقف هذا الله يخفي هذا لأجل أن تنتظم الحياة وتسير إلى نهايتها وأنت أن تطلع عليه ليقف الحياة وما فيها فلهذا كل من يدعي الغيب يلعن ويدعي إلى المحكمة ويستتاب فإن لم يتوب يقتل ويموت على الكفر اسمع وما كان ليس من شأن الله أن يطلعكم على الغيب أيها المؤمنون ولكن الله يجتبي ينتقي يخطاه من رسله من يشاء ويطلعه إذا شاء ورسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يطلعه الله على غيب والله ما يعلمه إذ قال ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخيب وما مسنيسو هذا رسول الله قال له قل قل لا أملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسنيسو لو كان يعلم الرسول هذه الحادثة تكسر باعيته ويشج رعصه ووجهه ويموت عمه ممكن يقبل هذا يفعله وما مسنيسو إن أنا إلا نذي وبشير لقوم يؤمنون ومع هذا والله لقد عاشت أمة الإسلام سبعة ثمانية عشقون والدعاء الغيب هذا والأكل به عجب العجوز العمية تدعي الغيب وتأخذ الفلوس الجاهل المركف يأبط بين عودين أو خشبتين ويد دعي الغيب يأخذ بمصمار ويفعل كذا لا إله إلا الله كأننا لسنا بالمسلمين من فعل هذا الثالث الأسود والآن يدبر في أخرى ما يبرح يحتال حتى يسوي بيننا وبينه إلى جهنم ثم يزغردون ويولولون أم أن يبقى المسلمون مرتفعين وأملهم في داع السلام أقوى ما يريدون فلهذا الآن ينشرون الخبث بوصائط عجب تعفون الخبث وإلا لا يعملون الليل النهار على نشره إذن وقوله تعالى مخاطبا المؤمنين على عهد رسول الله ومن بعدهم فبناء على هذا فآمنوا بالله ورسوله ما قال ورسوله فقط لأن الإيمان بالرسول فقط ما ينفع ينفع الإيمان برسول الله عز وجل من لم يؤمن برسول فقط من مئة ألف وربعم عشرين ألف ما هم مؤمن مئة وربعم عشرين ألف نبي كفر اليهود لأنهم كذبوا بعيسى كفر النصار لأنهم كذبوا بمحمد مع اليهود آمنوا بكل رسل إلا عيسى والنصار آمنوا بموسى وارون زكريا وعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا وإلى لا كفروا فآمنوا بالله ورسله ثم قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا مجرد إيمان ما يكفي هذه آية تحقيق الولاية من يريد أن يكون كعبد القادر الجيلاني ما نستطيع كمولاية إدريس في المغرب كالعيد روس في حراموت من يرغب ما نريد الولاية يا شيخ إذا تريد ولاية الشيطان إسمعوا وعوا وبلغوا لا يوجد من هو طلق ما هو ولي لله ولا ولي للشيطان لا وجود إما أن تكون وليا لله أو أنت ولي للشيطان وفك واسأل أهل العلم والمصير قول أنا ما أنا بولي لله ولا للشيطان ما هم ما قول إما أن توالي الله بالإيمان والتقوى وإما أن توالي الشيطان بالكفر والطغيان والعصيان لعل بعض السامعين ما زالوا يفهمون أن الولي ذاك الذي يظهر الله على يديه الكرامات السماء صح يرفع يديه أمطر يا سماء دقائق والأودية سين يفهمون الولي ذاك الذي يمشي العام الآتي تلد مرأة كولد وسميه باسمه أولياء أصحاب الكرامات من يعرف اللطيف هذه آل الدرس يعرفون والبعداء عن المحرومون ذي وحدها لأن تسافر إلى الصين لتعلم وتعود ماه بشيء سفرك ولا نفقتك أبدا عشر ألاف طائراء ويومين ثلاثة وزيت من ما السر في أن أعداء الإسلام حاصلوا الولاية فقط في من مات وليحي إلا إذا كان دجالا يدعي الغيب ويكذب أما ولي بمعنى الكلمة لا يذكر إلا إذا كان ميدا وأكرع القول من منكم يذهب إلى كاراتش ويجيد لغة الكاراتشيين ويلتقي بأول من يلتقي به وهو عائد نازل من المطار يقول يا سيد أنا جئت من بلادنا لأظور وليا من أولياء كاراتشي والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر ولا يفهم أن كاراتش ذات المليون الناس ما بينه لي في الصوق ولا في المسجد يا شيخ أولئك أجم هيا إلى القاهرة بلاد الأزهر والعلوم المعارف انزل من الطاهرة وامشي وادخل القارة من القرى وقل يا سيد أنا قدمت إلى ذياركم لأزور وأتبرك بولي من أولياء إلا عندكم والله ما يأخذ بيدك إلا إلى غاية ولا يفهم أن القاهرة المعزية فيها ولي بعويش أو هو في السوق أو المسجد وقل هذا حيث شئ ولكن فقط الذين شهدوا هذه الدروس عرفوا لو تلقى واحد منهم والله ما يدلك على قبر تبهتم فما هو السر السر أنهم فصلون عن ولاية الله ليزنوا بنسائنا وبناتنا ليسلب ويسق أموالنا لينهش ويعض أعراضنا ليتكبر علينا ليحسدونا ليشيع الظلم والخبث والشر بين المسلمين وقد فعلوا ونجحوا معشر المستمعين فهمتم هذه البربرية ولا لا الولي عندنا أيام الظلم الولي ما تستطيع أن تقول فيه كلمة لو تسب ولي كفر لن يستطيع أحد يقول سيد عبد القادر كلا تقديسا أكثر من تقديس الله ينقلون المرضى إلى أضريحاتهم يعفرون وجوهم بطرابهم يرحلون إليهم من المغرب إلى بغداد لأجل زيارة الولي عبد القادر هذا معلوم إن لا ينظرون لهم النذور هذه شاسي لعبد القادر تأليه كامل كيف تورطوا في هذه العدو الثالوث هو الذي حصر الولاية في من مات والإحيار كله معداء الله افجر بنسائهم كل أموالهم سب أشتم لعل يواهمنا والله ما جالس يجلسون يسبون ويشتمون ويعيرون فلان فلان ما تركوا عالم ولا حاكم ولا عبد الصال ولا موجة عائمة لأنهم غير أولياء الله ولي الله من يقرأ على أن يمسه بسوء والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب حديث البخار من آذى لي وليا فقد آذنته أعلنت الحرب عليه عاف هذا أجدادنا وأسلافنا لكن ما عاف من هو الولي الولي الذي قال هذا ولي الله وعبده أما ولي في السوق يبيع يشتري في المزرع يفلح ويزرع لا ما هو ولي وقد قلت لكم تقريرا لهذه الحقيقة كنت جالسا مع شيوخ وأنا طفل صغير تحدث قالوا فلان إذا زن وعليه جنابة الزنا لا يمر بالشارع الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان أحلف لكم والله العظيم يفجر بمرأة مؤمن أخيه يفسد عرضه وحياته لطقها ولا يخاف الله ولا يخاف الرحمن ويخاف أن يمر بجنابة على ظريح وقبر سيد هذا هو الجهل المركب هذا هو الجهل الذي بدر بدرة الثالث يوم أن صرفون عن كتاب الله وحولوه إلى المقابر صرفون عن الحديث وحولوه إلى التبرك عما الظلام وهبطت الأمة واستعمرت واستغلت وتجاهلت ودخلت في البلاء وإلى الآن تارزح فما الحيل إذن فكه هيا ننقذ أمة الإسلام هاتو الجهد هذه كلمة باطلة مسمومة عبث جهد كيف تجاهد بمن تجاهد من تجاهد هذا ما ينفع ماذا نصنع الجواب نسلم هيا نسلم لربنا قلوبنا ووجوهنا ما نستطيع إذن إذن كيف كيف إذن تجاهد هيا نسلم قلوبنا ووجوهنا لله أوضح لنا يا شيخ بين كيف نسلم قلوبنا ووجوهنا نعطي الله قلبي ووجهي نعم قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله وجوك لا تقبل به على أحد تسأل ولا تطلب ولا تأمل ولا ترجوك إلا الله والطريق وسوف يموت الشيخ وتموت هذه الدعوة ما ننساها ما دبن نتكلم وإني والله لعلى علم إن أراد المسلمون في أي مكان كانوا كانوا عربا أو عجماء في الحضع أو في البدو إذا هم قالوا هيا نسلم لله قلوبنا وجوانا ثم إذا دقت الساعة السادس مساء عندما يقف العمل في العالم يتوفؤون يتطهرون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع الذي يتسع لكل أفراد الحي أو القرية لا يتخلف إلا مريض أو ممرض أما الخوف فلا خوف يحضرون يحضرون حضرون هذا يصلون المغرب ثم يجلس لهم العالم بالله ومحاب ومصاخ ليلة آية يتغنون بها ويحفظون ويفهمون مراد الله منها ويعزمون على تطبيق ما أمئوا به ودعوا إليه ويعودون في قناعة نفوس مطمئن هادئة لا شرس ولا طمع ولا ولا قانعين يرددون تلك الآية ويذكرون تلك الأحكام وكلهم عزم على تطبيقها ويرى الرجل مرأته تطبقها وترى الرجل المرأة رجلها يطبقها وهكذا غدا حديث من الحديث هذا بصول الكتاب الحكمة وهكذا ليلة آية وأخرى حديث طول العام كيف يصبح أهل القرية أسألكم بالله علماو إلى جهال وإذا علموا يعصون الله أرأيتم عالما يفجر ويسق يكذب هاتوا كل المنك والباطل من الجهل والجهال وحينئذ تصبح تلك البلاد كلها لله تعال أولياء وحينئذ أرادوا أن يجاهدوا كلهم مستهد هذا هو الطريق ولو كان هناك طريق ياصل بأمة الإسلام إلى أن تعود إلى قيادتها وسيادتها وطهارة وكمالها والله ما نجحده ولو تقطع هذه لكن لا وجود إلا هذا هذا امتحان ستأتي الآية ليميز هل نحن حق المسلمون ولا لا كيف نعجز إذن على أن نجتمع في بيت ربنا ونبكي بين يديه طول العام ومن قال نعطل أعمالنا ونوقف متاجرنا ومقاهينا قلنا له هؤلاء الكفار إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا في أمريكا في الصين يقف العمل يقتدوا بالكفار أو نحن ما نستطيع لأن الشياطين لا تعد أن نسموها أو نرتفع أو نعلوها إذن أن نبقى مكبلين مقيدين أيسمع ما قال رحمن إذن فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هذا الأجر العظيم ما يقاد قدره أبدا أولا الطهو والصفاء والكمال والراحة والسعادة في الدنيا وشيء آخر أعظم جواه الله في الملاكوت الأعلى والخلد في ذاو السلام هذا الأجر العظيم هذا الجزاء مقابل إيمان وتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أبا عبد الله أسألك بالله الذي لا يعرف ما حاب الله ولا ما ساخطه يستطيع أن يتقي الله الذي ما يعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات يستطيع أن يتقي الله كيف يتقيه وهو ما يعرف فيما يتقيه من المستحيل أن يوجد ولي وهو ما يعرف الله ولا يعرف كيف يعبده وأهل مدينة عندهم رجل أدركناه يبول في ثيابه في باب الرحمة سيد كابل كامل يا ليت أقول أنت يصدقوك يتمسحون هذا وليهم أعوذ بالله الذي يبول على ثيابه ولا يصلي ولا يقول هذا ولي الله لا لا إله إلا الله ويدخن أيضا قالوا ويدخن أيضا يعلمهم التدخين للبركة ولاية الله تتحقق بشيئين اثنين لا ثالث لهما أولهما الإيمان الصحيح الذي إن عرضته على القرآن وقع عليه أو أتيت عالم بالقرآن قلت لو أعرض عليك إيماني هل صحيح ولا لا يقول نعم أنت المؤمن لا دعوة أنا مؤمن ثانيا التقوى وهي خوف من الله يحملك على أن لا تعصي لا بترك واجب ولا بفعل حرام ولا يمكنك أن تعرف الواجبات وكيف تؤديها في أوقاتها وكمياتها وكيفياتها وتعرف المحرمات وكيف تتقيها وأنت ما تعلم مستحل فالأس 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 لن يكون جاهل وليا لله أبدا ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه كلمة سليمة يعني إذا أرادك وليا يعلمك كيف يوحي إليك يعني يجعلك تبحث عن العلم وتسأل العلماء وتحفظ ما تسمع وتطبق ما تتعلم حتى تبلغ دراجة الولايات أما جاهل ما يعرف كيف يتبول وهو ولي الله الذي ما يتنزه من البول ولي الله ومعنى هذا إلى العلم كيف العلم ما الطريق مشغولون ما عندنا باطل هذا الاعتذار من المغرب فقط إلى العشاء في مسجد الحي كلكم تسكنون أحياء اتفقوا يا أهل الحي على أن تجلسوا بنسائكم وأطفالكم في جامعكم كل ليلة واطلبوا عالما ابحثوا عنه وأتوا بي وتتعلمون لا تعحلون ولا تسابعون ولا تقرؤون ولا تكتبون آمد ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من المال هذه الآية في الجهاد وإلى لا والجهاد بالمال والنفس وإلا بالنفس والمال بالمال أولا والنفس وجاهدوا بأموالكم وأموالكم هل أدلكم على تجارا تنجيكم من عذاب أليم ما هي تؤمنون بالله وأصل وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأموالكم ولا يحسبن يظنن الذين يبخلون ويمنعون الحقوق الواجب في أموالهم من الزكاة والنفقات والصداقات أن هذا البخ الخير لهم لا والله بل هو شرر لهم من أخبر بهذا آل العليم الحكيم بل هو شرر لهم وليس بخير لأن المال يورث الطغيان إذا ما سلكت مسلك الرشد معه أطرات كثير من الأغنية ما يزكون أيام كانوا فقارا يزكون زكاة مئة ريال والألف سهلة لما أصبح زكاة مليون ما يستطيع قال بل هو شرر لهم انظر قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الطوق معروف العنق وإلى لا هذا الطوق من جهنم الأموال تجمع وتلسق براسك الطوق وأعظم من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي قال روى البخاري عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثل له شجاعا أقع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك وقرأ صلى الله عليه وسلم يوم 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 يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم ويقولون لم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم فهذا القرية التي صلحت أو المدينة ما بقي فيها من يمنع الزكاة يمنع صلى الله عليه وسلم لكن قبل الإسلام للقلب الوجه لله قبل الولاية والعلم يستطيعون ما يستطيعون ما يقدرون سبحان الله العظيم وأخيرا يقول تعالى ولله ميرات السماوات لما ما تنفق يا عبد الله هذا المال يبقى لك إلى يوم القيامة من يرثوك الله يورث امرأتك وابنك ويرث الكل إذن فمن الخير أن لا تمنع ما وجب عليك أده وأنت مرتاح النفس وكانوا يجاهدون بالمال الآن الحمد لله المال ما يحتاج إليه الحكومة لكن لو شع الله وقالوا نهيد أن نغزو العدو الفلاني المال هنا يمتحن المؤمنون هذا يخل بنصف مال هذا بأبعه هذا يقول ما عندنا محنة لابد منها ممكن ستأتي ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل خبيث بعضها ولا بعضها ولله مئرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أمورنا الظاهر والباطنة كلها بين يدي الله هو خالقها وكاتبها في كتاب المقادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أزر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير مفردات هاتين الآيتين الكريمتين كما هما في التفسير قال شرح الكلمات ليذاء معناه ليطلق يميز قال بمعنى يميز ويبين الفرق بين الشيء والأخر الخبيثات أو الخبيث من الناس الخبيث من خبثت نفسه بالشرك والمعاصي وخبثت ضد طابت وطهرت الطيب من الناس من طهرت نفسه بالإيمان والعمل الصالح إذن النفس تخبث بالشرك والمعاصي وتطيب وتطهر بالإيمان والعمل الصالح الغيب ما غاب فلم يدرك بالحواس لا بالسمع ولا بالبصر ولا بغيرهما ذاك هو الغيب ما غاب عنك فلم تدركه بحواسك قال يجتبي أن يختار ويصطفي وينتقي يبخلون قال معناه يمنعون ويظنون المنع والضنه والبخل يطوف يطوقون أن يجعلوا طوقا في عنق أحدهم هذه المفادات وأما معنى الآيتين الكلمتين كما هم فالشراح المبين قال ما زال السياق في أحداث وقعة أحد الوقعة والواقعة بمعنى واحد وما لازمها أي تلك الواقعة من ظروف وأحوال مرت بنا وعايشناها قال فأخبر تعالى في هذه الآية الأولى أنه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق وفيهم المؤمن الصادق في إيمانه وفيهم الكاذب فيه وهو المنافق المجتمع كان خليطا في أيام الهجاب المدينة بل لا بد من الابتلاء من الاختبار والامتعان بأي شيء بالتكاليف الشاقة منها كالجهاد والهجاة والصلاة والزكاة لتكاليف مشقة مشقة الجهاد واضحة مشقة الحج والهجرة واضحة ومشقة الصلاة في المحافظة على أوقاتها بتلك الدقة أيضا مشقة وغير الشاقة من سار العبادات حتى يميز المؤمن الصادق وهو الطيب الروح من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وفعل وأحداث وقعة الحد هي التي بيّن قال وذلك أن الله لم يكن من سنته في خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافق والبع من الفاجر وإنما يبتلي بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكاف والصالح من الفاسر أو ويظهر هو تعالى بها المؤمن من الكاف والصالح من الفاسر إلا أنه تعالى قد يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ويظهر على مواطن الأمور والأمور وبناء على هذا فآمنوا بالله ورسله حق الإيمان فإنكم إذا آمنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي الرحمن كان لكم بذلك أعظم الأجر وهو الجنة دار الخلود دار الحبور والسرور هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر عن خطأ البخلاء الذين يملكون المال ويبخلون به فيقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي تفضل الله بعليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم كما يظنون بل هو أي البخل شر لهم وذلك لسببين الأول ما يلحقهم في الدنيا من معرة البخل وآثاره السيئة على النفس والثاني أن الله تعالى سيعذبهم به بحيث يجعله طوقا من نار في أعناقهم أو بصورة ثعبان فيطوقهم ويقول لصاحبي أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك كما جاء في الحديث فعلى من يظن هذا الظن الباطل أن يعدل عنه ويعلم أن الخير في الإنفاق لا في البخل وأن ما يبخل به هو مال الله وسيرثه ويورثه غيره ولم يجن البخلاء إلا المعر في الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى ولله ما في السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير إذن فاتقوه فيما آتاكم فآتوا زكاة وتطوعوا بالفضل الزائد فإن ذلك خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا معنى الآيتين الكريمتين وقبل بيان الهداية أعيد تلاوة الآيتين وتأمل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب وهو حق وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعف هذا ممن وهذا منافق ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويطلع من أراد منهم على غيب يعلمه أما غير الرسل فلا حظ له في هذا إذن فآمنوا بالله ورسله خلاصة هذه إذن آمنوا بالله ورسله ثانيا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الجنة داعوا الحبور والسرور اللهم اجعلنا من أهل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم وبين تعالى قال سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير هتان الآيتان الكريمتان تحملان هدايات ربانية اللهم عرفنا بها واجعلنا من المهتدين بها أولا من حكم التكليف اظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب والله لك ذلك التكليف لا حكم ليست حكم واحدة لكن من حكمه أن يظهر المؤمن بحق والمؤمن المزيب الكاذب واضح هذا المعنى ولا لا لولا فردية الصلاة خمس أوقات فلعب عشرين ساعة وأن من تركها كفر لولا هذا التكليف الجزئي كيف نعرف من الباب من الفاجة والتقي من الآثم كيف نعرف المؤمن الكافر لكي نعرف إذن فرض الله هذه الصلاة ليميز كيف نعرف المبذال المنفاق المتصدق من البخيل لولا أن الله فرض الزكاة وفرض أيضا النفقات في أوقاتها سلابد أن يتميز البخيل من المنفق السخي إذن من حكم التكليف الذي هو عبادة ألزمنا الله بها سواء بفعل ما نفعل أو بترك ما نترك ثانيا استئفار رب تعالى استئفاره اختصاصه دون غير بعلم الغيب دون خلقه اللهم إلا ما يطلع عليه رسله لحكم اقصدت ذلك من الذي استأثر بالغيب فلا يعلمه إلا هو سيد فلان ماذا تعرفون استحيتم شككتم من الذي استأثر بالغيب واختص به الله جل جلاله وعظم سطرانه أما قال تعالى وقوله الحق وما كان الله ليطلعكم على الغيب أيكذب الله ويقول ليس من شأن أن أطلعكم عن الغيب فلهذا بالأمس قررنا أن الذي يد علم الغيب كاف وطاغوت ويجب قتله بعد استتابته ثلاثة أيام بإجماع الأمة وذكرنا لطيفا لو كنت يا عبد الله تستحي من الله وتخجل لو اطلعت على غيب تستحي أن تطلع الناس عليه لأن الله ستره غطاه ولا لا ولم يطلع عليه غيره لما لا لتنتظم الحياة وتواصل مسيرة إلى نهايتها فلو كنا نطلع الغيب وقفت الحياة الذين عزموا الليل على الصفة أكثر من مليون شخص لو عافوا ما يصيبهم وقف الصفة هذه اللطيفة نسينا وقلت لك إن أباك إن أخاك إن محبك تراه يكتم شيء ويخفيه وتطلع عليه هذا خير هذا هذا أدب هذه زلة وسقطة ولا يفعل هذا عقل بل تساعد على ستر ذلك وتغطيته إن كنت الرشيد الحكيم وقد ادعى الغيب وما زال من رجال ونساء بمئات الآلاف في العالم الإسلام يدعون الغيب ويأتون إلى بيوتهم ويقدمون لهم المال ليطلعهم على كذا وكذا وكذا والله إلى الآن والسبب ما هو جال عاشوا في الظلام وماتوا وبقوا في الظلام هل حضروا هذه المجال سعرفوا والله ما عرفوه ثالثا ثمن الجنة يا من يريد أن يشتري دارا في الجنة يا من يلغب في بستان في الجنة أكبر من هذه الأرض عشرين مرة ما فينا أحد أنا الدلال الحراج بسم الله تعالى أيها المستمعون أيها المستمعات من يغفركم في دار في الملكوت الأعلى ما فينا شعر ما أنتم في حاجة إلى هذا قل يا شيخ هذا أمر مفروق منه كلنا راغب كلنا طالب كلنا عامل وإلا ما حضرنا في هذا المجلس هذا الجواب إذن الثمن الإيمان وتقوى الرحمن الإيمان وتقوى الرحمن فقط هذا من هداية أية آية أما قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هذا الأجر عند الله ماذا في الدنيا يعني بعير الأجر العظيم بمعنى كلمة أين يتم في الملكوت الأعلى الجنة دار السلام إذن لطيفة أخرى حضر البارحة مجموعة من الطلبة عندنا في البيت اليوم سألناهم ولا شيء فقلت إذن كل المستمعين هكذا الشيخ ينبح فقط كالكليب والقلوب شاردة كيف لقرنا بالأمس لا إله إلا الله أطرح السؤال وإلى لا يا أهل الدرس يسكتوا لا حق لكم في أن تجيبوا أنا مع الزائرين إخيرام من منكم يغب في أن يكون وليا لله إذا سأل الله أعطاه من يغب أن يكون وليا لله أفضل من سيد عبدالقاد وسيد عيد وفلان وفلان لسان الحال يقول ما أنا أغب كيف أن أغب إن لم تكن وليا لله فأنت ولي للشيطان عدو الله ما هناك وسط الباه قلنا هذا لا تقول لا أنا مأنا بولي الله ولا بولي الشيطان مستحيل إما أن تولي الله أو تولي الشيطان يعني إما أن تطيع الله فأنت وليه أو تطيع الشيطان فأنت وليه الشيطان يأمر وينهى وإن لا يأمر وينهى فمن استجاب له إذن هو ولي الشيطان يا من يغب في أن يصبح وليا لله يقوم وفيده أنت تريد أبشر آمن واتق آمن بماذا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتم فيه والقضى والقضى وما يجري به وبكل ما أمرك الله ورسوله أن تؤمن به من الغيوب هذا الإيمان ثانيا التقوى وهي أن تتعلم ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات وتحب ما يحب وتفعله لله خالصا وتعرف ما يبغض الله ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات وتكرهها وتتركها ها تعطيك سك بأنك ولي الله وإذا شكك تائف عديك في حاجة من حاجاتك واسأله قضاءها تقضى بين يديك والآية دلت على هذا ولا وإن تؤمنوا وتتقوا الجنة لكم والجنة من يدخلها أولياء الرحمن أولياء الشيطان أولياء الرحمن وآية يونس عليه السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا يسأل يقول يا ربي من أولياءك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيجيب تعالى بنفسه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكأن قائل يقول ما هي علامات ذلك وإشاراته الجواب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما هذه البشرى التي تزف لهم كيف نحصل عليها يا رسول الله أمرك الله أن تبين لنا كتابه ما عرفنا هذه البشرى بيّنها لنا يا رسول الله قال مرحبا أبينها لكم إنها الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو تراله عرفت يا ولي الله جاءتك العلامة رأيت البشرى زفت إليك وإلى لا مناما صالحا تراها تدلك على أنك ولي الله ما رأيتها أنت يراها عبد صالح لك ويقصها عليك وقد يأتيك من بلد لا بلد ليبلغكها الآن عرفتم هذه وإلى لا ما قلت لكم والله لأن تذهب من المدينة إلى الصين بلنفقا والتعب والصها لتعلم هذه والله إن تعبك ونفقتك ومارك لا تساوي شيء من هذه وأعطيناها ونحن في أمر ورخا وما نحفظها ولا نباري غدا نسأل عنها ما نده ها لا أدري كيف يجعل هذا ولطيفة سياسية اجتماعية نفسية ما هي هذه عرضناها البارح على سوقنا ولا والتجار رغبوا فيها رغبوا فيها ما هي من منكم يذكرها لنا هذه أيضا أغلى والله من خمسين ألف ريال أقسم بالله لأن تعرفها وتضمها في نفسك وتعمل بمقطبها خير لك من أن تعطي شيء بخمسين ألف ريال تذهب به إلى أربة تفجر وإذا تشتري به تلفاز وفيديو أو ترقص إنها من وضع الثالوث الأسود من هو هذا الثالوث الأسود ما سمعنا بهذه كلمة أبدا كيف توجد في المدينة فقط هذه ما الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصار وسبب تحولهم إلى فعبان أسود أن المجوس من يوم أن سقط عرش كسر وأعطاه عمر سراق بن جعشم وألبسوا على رأسه تنفيلا لبشر النبي صلى الله عليه وسلم تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام برهن يا شيق دلل من أين لك هذا الجواب من قتل عمر بن الخطاب في محراب رسول الله من أبو لؤلو المجوسي أو العربي المشرك أبو لؤلو المجوسي في برهن أكثر من هذه آل يهود ما إن أرسوا من حصول على خير في هذه الديار لأنهم نازحوا من الشام على أمل أن النبي الخاتم نبي آخر الزمان إذا ظهر بين جبال فارانا وهاج إلى المدينة ذات السبخة والنخيل هذا إنه في الترات هذه الصفات محفوظة كما نحفظ نحن قلوه الله وحد فمن الضط والتعذيب الذي يتلقونه من الغوم والغومان نازح الطائفة منهم انتظاراً للنبوة وهروباً من التعذيب إذ كان النصارى يحرقون لا لا يقلون اليهود في الزيت يوجد قدر كبير ولا لا يوضع فيه البعير يضعون فيه اليهود وهم فرحون صدوم شريعة لماذا؟ قاتل ربنا هذا صلب إلهنا ذاك الفهم الهاضر إلهك يخته أنظ إلى أين تصل البشرية إذا فقدت نور الله عز وجل سبحان الله آل يهود هم الذين صلبوا المسيح وقتلوه فكيف إذن المسيح يرضى عن يهوده وهو قد قاتل وصلب إلهه أنت الآن لو أن شخص يقال أراد أن يقتل نبيك تنظر إليه إذن اليهود لما قال الرسول لا يجتمع ديناني في الجزيرة أخرجهم يا عمر إذن حاملوا الغيظ والتغير ما في فائدة في هذا هذا سوف إذا تركناه يدخل اليهود كلهم في الإسلام وفاتنا كل شيء وفقدنا وجودنا نعلن الحرب على الإسلام وبدأوا حاولوا قتل النبي ثلاث مرات عرفتم إذن فمن ثم اليهود بحثوا عن من يتعاونون معه وجدوا الحزب المجوسي وحامل وراية الدعوة اليهودية عبد الله بن سبع الصنعاني اليماني هذا من غلاءة اليهود عربي اللسان فاحتضن الحزب الوطني المجوسي وعامل وما إلا حتنواع الإسلام فالغرب والشرق وانتهت إلى الأندلس حتى رافعت الصليبية رأسها هذا النوع سيغمو الدنيا ما أدنصنا هيا فبحثوا عن من يتعاونون فوجدوا اليهود والمجوس فتعانقوا مع أنهم أعداء لبعضهم البعض وتعاون وتحبوا ووالله إلى الآن فالظلام متعاونون على الإسلام تصدقون وإلى لا إلى الآن في الخبع لأن الإسلام ما يريدونه أبدا لما لأنه يسعد ويعز وينجي ويرفع السماء ويدخل الجنة ولا طريقة إلى ذلك إلا الإسلام وهم لا يريدون يريدون الحفاظ على مناصب وكراسي وسمع وشهر واستعباد لإخوانهم وأوطانهم فيبغضون في الإسلام ويعفنونه ويشوهونه لا إله إلا الله أعطيكم صورة سريعة ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار عن شيخه الشيخ محمد عبده تغمدهم الله برحمته قولوا آمين ومن لم يقل آمين فهو من الهالكين لأننا بدأنا نسمع طلابنا الجذد ينتقدون الشيخين مساكن يقول كان الشيخ في سويسراء أو في باريس في فندق أيام ما فيه البزازيز هذه حتى في برانسا المابسط لنقلوه طالب ما أن يتوضع به في ساحة الفندق لما توضع جاء طيف الصغير ابن رئيسة الفندق يحبو وأراد أن يمس الماء فقالت له أمه بكلمة على لسانه كخ 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 هذا توضى به عربي في جراثيم في جراثيم الطفل صدق أمه طال قال ماما ماما جراثيم رآها في الماء انتبهتم هذا عربي ومعنى عربي مسلم وما زالت الأوروبية إلى الآن إذا خوف طفلها حتى ما يمس من منكى أو يعمل باب تقول عربي 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 عند الباب تسمعون بهذه إلى الآن عربي عربي لأن العربي غول فآت وشوهوا الإسلام وقبحوا كم ضحكوا وسخروا عن تعدد الزوجات عدوها من الأباطل مجال حمق الله يشرع وأنت الأحمق الجهل تقول لا وتقول نمو من أين علمك وأين فقك وأين بصيرته المهم فعل العجب هذا هو الثالوث ولا لا عرفتم أو ما أنتم واثقون سوف تعرفون هذا الثالوث من كيده ومكره لما عجز في ميادين المعارك والجهاد والدماء قال إذا نبحث عن طريقة إطفاء هذا النور لا بقوة السلاح ما نقوى عليهم فاشلوا في كل معركة طيلة ثلاثمائة سنة ماذا نصنع قالوا نبحث عن سبب هذه القوة عن سبب هذا النور هذه العلاية فوجدوا ذلك في اثنين الأول فالقرآن الكريم ما ارتفعت هذه الأمة ولا سامت ولا سادت إلا بنوع القرآن هيا نصرفهم عنه أستطاعوا أن يحولوا القرآن والله إلى المقابة لا إله ضع يدك على رأسك هل القرآن يقع على الموتى يا أبناء الإسلام يفعوا رؤوسكم لما تضع ميتا بين يديه تقع القرآن بكامل يقوم صليه يقول استغفر الله ويتوب يعتري بحقوق الناس من الذي يفيده أجيبه فقد توبخونه لما ما فعلت وليما ما فعل وانتشرت الخطة وأصبح العالم الإسلامي عرب وعجم إذا مات الميت عاشاء القبر لا بد ضهوري ويجمعون أهل القرآن أهل القرآن لا يملكون شيئا لا وظيف ولا ولا ضيعوا أوقاتهم في حفظه لأجل هذا القوت لا أقل ولا أكثر فيستدعونهم في بعض الأموات ليلة واحد إذا كان فقير ثلاث ليالي سبعة إلى واحد وعشرين إذا كان الهالك ذا فهوة وغنى ومال تذهب للمقبرة عند باب المقبرة عمي كم تريد نقع لك كم صورة عاشر يعني يجلس على قبر ويقرأ هذا هو القرآن لا يجتمع عليه اثنان في ظل شجر أو جدار أو في منزل ليتدبر ويتفهم مراد الله من كلامه أبدا وأتحداكم أنتم بعد الحياة هذه والنور فيكم ما قال أخي تعال اقر علي شيء من القرآن نتدبر هاتو جيبوا فيكم من قال لأخي من فضلك تعال قال علي شيء من القرآن نتدب كلام ربي ما فيه رسول الله صلى الله وسلم وعليه أنزل وكلف بتبيينه يقول لعبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد اقر علي شيء من القرآن فيقول عبد الله أعليك أنزل وعليك أقر يا رسول الله فيقول نعم أحب أن أسمعه من غيري أين أمة الإسلام وتهيدون الجهاد الخلافة ماتت قتلوها يا شيخ لا تقول هذا الكلام ما استعمروها وأذلوها من أندونيسي إلى مريطاني ولا لا ماذا ترد علي لو كانت حية وذات علم وبصيرة يسودها الكفو ويعكمها مستعيل ويقر عليه صورة يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا إلى أن ينتهي إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذفان الدمع وهو يقول حسبك 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 انتقال الشيخ الطيب العقم من هذه الديار من هذا المسجد إلى الديار الجزائرية خريجوا هذا المسجد مؤسس جريدة القبلة وبعدهم القوى هذا الذي ماسح تاريخه العرب لأنهم يكرهون التوحيد فكان يلقي دروسا كهذه من يحظر من يسمع ومن ثم ونحن في القاريان قراء القرآن جاء عام يشتغل في الميناء سوى الأزرق صعب الميناء ما يعافي الأليف من الباء يجلسني وأن أطيف الكهد يقول اقرأ علي أبو بكر شيء من القرآن ويغمض عينه ودل راسو وننقى عشر العقب حدثهم بحديث يا رسول الله هذا الوحيد الذي يطلب منا أن نقع عليه القرآن واضح هذا الكلام ولا لا أعراضت هذه الأمة عن القرآن عراضا كاملا ماتت والثانية والتي نريدها الولاية ولاية الله تعالى حصروها في الأموات حصرو الولاية في الأموات لا في الأحيان وقد قلت لكم وإلى الآن لو لهذه الدعوة التي انتشرت من هذا المسجد تذهب إلى القاهرة إلى دمشق إلى بغدادا إلى كاراتش إلى استنبول إلى مراكش إلى تونس وأول من تلقاه في الطريق تقول أنا غريب جئت من بلادنا لأزور وليا من أولياء الله في هذه المدينة والله ما يأخذ بيدك إلا إلى غريح ولا يفهم أن تلك العاصمة ذات المليونين والثلاثة فيها ولي حي هذا قررناه أمس ولا لا كيف ننسى هذا وما نفهمه لماذا هذا ما العل ما السر في حصي الولاية في الأموات من يجيبني ما عندنا أحد لماذا كيف الولاية نحصوها في الموت فقط والأحيال أجيب إلا فهمتم أنا جربت الطلاب الليلة عارث ما كلامنا ما فهموه حصوا الولاية في الأموات وسلبوها الأحياء ليصبح المؤمن يزني بمرض المؤمن موجود هذا ولا نواهم أيزني المؤمنون بنساء بعضهم بعض وإلى لا لا ما في زنا والله لا يزنون لو كان يعرف أن هذا ولي الله يزن بمرأته يفسدون عليه ونحن نراه إذا مر بقبل ولي ترتعد فهي صرور كيف يزن بمرض ولي يأكل أموال بعضهم بعض ولا لا لو عاف أنه ولي يسلب ماله يحتال عليه يأكل بالغش أو بالكذب والله ما كان لو اعتقد أنه ولي يسب يشتم سمعتم جماعة جاسين ينقضون عبد القادة أو ولي ويسبونه مستحيل مجالسنا كلها غيبة ونميمة أسب شتم لأنهم ما عرفوا من هم مولي الله إنا لله وإنا إله واجعون هذا من فعل الثالوت الأسود وما زال يفعل العجائب أعطيكم صورة وإلى لا هل كان يعقل بين العرب الجهل أن يسمح الفحل لمرأة أن تنظ إلى رجل وهو يرق صمامها أتحداكم إيتوني برجاء سنة سنة وثمانين يخبركم هات نحن ما نحن والله ما نرضى أن تسمع صوت مرأة أنت وأنت العبد الصالح أتألم ما أستطيع عبدا فكيف فكيف إذن بمرأتك وهذا الغن يرقص بالتلفاز وأنت تبحك وهي هبوط هذا وإلا ماذا هذه الغيرة من مسحها الثالث هذا مجرد مثال فقط يبعث مرأة تشتغل في البنك الفلاني في الدار الفلانية تبهد وتصافح العمال الموظفين هذا كان يقع في بال إنسان آدمي هو الآن واقع ولا لا واقع ما حصلنا عليه نبكي الليل النهار آه لو أجد وظيفة لمرأتي من فعل هذا الثالوث الأزود ما زال يفعل قال ثالثا ثمن الجنة الإيمان والتقوى وهما مفتاح الولايا بهما تدخل ولاية الله رابعا البخل بالمال شر لصاحبه وليس بخير له كما يظن البخل البخل بالمال وهو منع حقوق الله منه والحفاظ عليه صاحب يظن أن هذا خير له والله لا شر وقد قال تعالى هذا وإلا بل هو شر لهم من يرد على الله العليم الحكيم قال خامسا من أوتي مالا ومنع حق الله فيه عذب به يوم القيامة عذب به يوم القيامة دلت على ذلك هذه الآياء هذه الآياء سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وآية صوات التوبة وهي قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضاء ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم متى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه الآية يا معاشر المؤمنين هي التي جاهزت غزاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى شرقوا وغربوا ما كان ميزانية ولا مال ولا ولا ولكن هذه الآية فقط يخرجون بأموالهم تذكرون أن أبابك خرج بماله في دعوة خرج عمر بنصف ماله والحمد لله خرجنا بنصف المال مرة من مرة كانت دعوة الجهاد في الجزائر الجهاد لأنه قتال كفار في رنسا وحكومتنا الرشيدة فتحت الأبواب أصبحنا نجمع المال من باب السلام إلى باب المجيد كل جمعة ضريبة على الطلاة في مدارس الابتدائية والمتوسط الريال على كل طالب اتبهتم إذن وجاء الجمع فكان عندنا أربعمية ريال خرجنا بنصفها قلنا نجرب مئتين ريال أيام كان راتب الأستاذ ثمانين ريال في الابتدائي الحمد لله والشاهد عندنا لتفهموا أنهم كانوا ما عندهم بيوت أموال ولا 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 إذا ناد إمام المسلمين الجهاد المال يخرجون من بيوتهم بأموالهم يقرؤون هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم ويقالهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال ولحديث البخاري رحمه الله ماذا قال يقول صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا مالا كثير وقلل تنكير هذه من آتا الله مالا فلم يؤدي زكاةه الرسمية السنوية فلم يؤدي زكاةه مثل له شجاعا أقع والعياذ بالله ثعبان شجاع أقع لأن الحي القعاري كلها سم وسمها قاتل أهل البديل يعرفون تبهتم شجاعا أقع قال له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فياخذ بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك وهو يعذبه ملايين السنين ثم قرأت الرسول صلى الله عليه هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شرر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة شكرا